اشتركوا في القناة المهندسة عدل بدأها بداية مع عبد الحليم وفوق الشوك مشاني زماني احنا اتكلمنا بقى الاهلي وسجادة الحامرة والتكريم والمعنى والرقية الحفاوة ومعنى الزيارة وحاجة رائعة جدا ودنيا حلوة واخدانا في سكة حلوة عشان نبتدي نطلع مشوارنا الافريقي بيكم من الصعاب وطريق الأشواك اللي ما كناش متوقعينه واللي هتتحدث عده بإسهاب عشان كده حلقة النهاردة فيها ثلاثة عنوين مهمين ايه اليوم الصعب ده وايه اليوم الحلو ده لكن في المؤجلات الأرقام تكشف الشائعات محتوى حننقش مع حضراتكم النهاردة لكن خلينا في البداية أنت كنت عايز تتكلم على رحيل قيمة علمية مصرية سمحولي يأخروا ببر السياق الرياضي سنة وينعز مصر بل الإنسانية الحقيقة في وفاة المغفور الله بإذن الله هاني الناصر الدكتور هاني الناصر والتي جاءت وفاته اتكلفتنا الرجل كان لوقت قريب يثرين بعلمه وحكمته وريوته الثاقبة في كثير مش بس من المواقف العلمية والرؤى الحياتية والإنسانية أنا شخصيا كثيرا ما كنت أستمع إليه وأتعلم وأتدبر وأكتشف تفسيرات لمعنى كثير من مواقف الحياة الدكتور هاني الناصر الرئيس مجلس القوم للبحوث للبحوث قيمة علمية كبيرة جدا ولما تقول مركز القوم للبحوث لو الناس واخد الأمور بمعنى الحقيقي هي مستقبل مصر أبحاث علم يطور في أن المركز القامل البحوث مش مجرد مكان لتجديس الدكتورهات والشهادات العلمية والأبحاث النظرية والأكاديمية ولكن ربطها بالواقع المصري والواقع اللي يعيش العالم عشان اللي عنده مشكلة يقدر يروح له بيها يدرسه له ويجود له الحلول ولما ترك منصبه تحول إلى فيلسوف وصاحب وفق مفكر مفكر إنساني رائع جدا نفتقده بالتأكيد صراع قصير مع المرض ما دامش كثيرا يعني ورحمة الله عليه وربنا يعوضنا إحنا وأهله كل خير ألف رحمة ونور على روح هذا الدكتور المصري النبيل اللي الحياة أثرى الحياة العلمية وأثرى البحث العلمي بكل جهوده الكبيرة ومصر دايما ولادة ومصر دايما قادرة تقدم من النوابغ ما يسد كل فراغ إن شاء الله مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس أخذ قرار برئاسة كابتن محمود الخطيب تخليد ذكرى المرحوم الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي بإقامة تمثال له في مقر النادي بالجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي المبنى الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الأسكواش والناد الصحي والجيم وذلك تقديرا من المجلس لعطائه الكبير وإخلاصه كان خلالها الراحل الكبير نموزجا للمسؤول العاشق لوطنه ودينه وناديه جاء ذلك عقم مشاورات عديدة قام بها الكابتن محمود الخطيب مع عضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل وهم الدكتور خالد العمري والدكتور هشام العمري ومع هما المهندس إبراهيم العمري نجل الراحل الكبير العمري فاروق وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين 30 مارس إن شاء الله تكريم له معنى إن الأهلي ينظر الأصعاب العطاء الحقيقي بمطهة تقدير العمري فاروق رحمة الله عليه أنا قتلق قصته لما كان نازل تحت السن ولم يصادفه التوفيق في انتخابات ستة ورسائل وأنا رحت رايح معدي الصالة وريح له ويقوله أنت زعلان إيه أنت نجحت النهاردة أنت مشوارك ابتدى من هذه اللحظة أنت كدر وعنصر ينتظره النادي لأهلي قدامك مشوار طويل جدا أوعد يزعل وأوصيت أن يكون رئيسا لللجنة الثقافية رغم أنه لم يدركوا التوفيق حتى استفيد من اتزانه وتفكيره وبعد نظره ومجهوده المنظم جدا 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 ظل على هذا القدر من العطاء ويشاء القدر أن يمنحه الجائزة الكبرى في علاقته بالنادي جائزة في النادي الآلي وفيش شيء يعوده بالنسبة لأسرته ولا أسرتنا الكبيرة ولكن أن يخلى ذكره من خلال عمله أن توافيه المنية وهو يقوم بمسؤوليته تجاه الأهلي يعني داخل على امتماع المكتب التجيزي بيرتب للمكتب فيحصل اللي يحصل ويخرج من نادي الأهلي ولا يعود إلا لملاقات ربه وجه ربي الكريم ولذلك كان هذا التكريم الاستثنائي أن الحد اللحظة الأخيرة الرجل ده كان موجود بيعمل دوره داخل نادي الأهلي على أكمل ما يكون وأنا قلت لك أن الكابتل الخطيب ومجلس الإدارة أول من سوف يفتقدون هذا الجهد وهذا يعني هذه الخبرات المتكرسة ومتجمعة والاتصالات الوسعة التي سخرها في السنوات الأخيرة تحديدا لخدمة النادي الأهلي وأزماته وقضاياه كابن من أبناء النادي الأهلي المخلصين والتي يزخر بهم النادي الأهلي وقدمه انتباعا رحمة الله على العمر فاروق وتكريم له أكثر من معنى ده كلام مهم جدا خلينا كمان نقول حزم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ألف ألف سلام عليك حزم الهواري كان مر بوعكة صحية الفترة اللي فاتت ادخل المستشفى اجريت له جراحة في القلب وخرج منها بحمد لله حزم الهواري عطاء كبير للكرة المصرية يمكن الوحيد في مجلس إدارة الاتحاد في تاريخه اللي نال ثلاث أوسمة نال ثلاث أوسمة رفيعة في التكريم مع بعثة المنتخب الوطني في الفوز بكاس الأمم 98 في بوركينة فاسو وأيضا مع كاس الأمم الأفريقية 2008 في غانا و2010 في أنجولا ثلاث أوسمة من رئيس الجمهورية وقتها تثبت أنه عطاء هذا الرجل للكرة المصرية والاتحاد الكرة وللمنتخب الوطني نالت وأعطت الكثير هازم أعطاءه كان مستمر هو عيلة الهواري بشكل عام بس قلبه ما بيستحملش الفرحة قلبه تعالى تعالى من حجم ما بدا له من جهد ودي مشيئة الله يعني ما نقدرش يقول السبب إيه لكن أنا عايز أقول له الحمد لله على السلامة مفتقدينك وتعالى كوجه أهلا ومقبول من الجميع تمارس عطائك مع النادي الأهلي بالقلب الجميل ألف الحمد لله على السلام طيب خلينا نشاطر لصديق العزيز نقد الرياضي الكبير جمال العصي الأحزام في وفاة المغفور لها شقيقته وربنا يتغمدها بوصع رحمته ويلهم الأسرة السبر والسلوان والحقيقة عدد كبير من الرياضيين حرصوا على حضور مراسم التعاز وكان الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي أيضا قدم التعاز للأستاذ جمال العصي اللي بنقوله البقاء والدوم لله في رحيل شقيقته الأستاذ جمال هي من الناس القريبين مني أنا شخصيا أي حتى لو اختلفنا في بعض الأراء ولكنهم من الناس اللي عنده هذه القدرة المميزة جدا في الاحتفاظ بالعلاقات المتوازنة بصرف النظر عن الخندق اللي هو وقف فيه دائما يحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع ولذلك يحظى بحب أكبر قدر من أسرة الإعلام وأسرة الرياضة المصرية بن عزي طيب ربطة الأندية المحترفة أخذت عقوبات في بعض المباريات وأعلنتها اليوم عقوبات الجولة الثلاثر من الدور الممتاز شهدت إيقافات وغرامات مالية جاءت عقوبات الجولة كالتالي مباراة الإسماعيل والزمالك تقرر أن يلعب الإسماعيل مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها مئة ألف جنيه نظراً لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموصل وتقرر أيضاً إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك مباراتين لعدد ألفين متين تلاتة واربعين مشجع من الزمالك وتوقيع غرامة مالية قدرها خمسين ألف جنيه نظراً لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم ربطة الأندية المحترفة بتناشد جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب وتنبه الرابط على أنه سيتم تغليز العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم في مباراة الداخلية ضد فارقه نتوقف فينا على العقوبات دي أستاذ مرأي لأن أنا الحقيقة لقى رأي في العقوبات دي أنا مش موافق على منهج إن أنا الجمهور يغلط عاقب النادي جمهور غلط أنت بتمنع الجمهور ماشي العقوبة شخصية على المخطئ لكن ماذا تملك ماذا يملك الأندية عشان يقدروا يسيطروا على الخروج ده ده خروج جماعي ما يدروا يسيطروا عليه الناس دي داخلها بكل أدوات التشجيع أنا عايز أقول حاجة حلو قوي إنك تسمح بهذا العدد الكبير ولكن حلو قوي إنك تقول لهم لو خرجتوا عن ناص مش هتخش لكن الغرامات المالية اللي على الأندية أستاذ إبراهيم أنت لما بتمنع أولا هو كده النادي بيعاقب مرتين ثلاث مرات الحقيقة يعني جمهور بيعاقب مرة إنه ما يجيش النادي بقى بيعاقب بإيه إنك بتحرم من نادي من مؤذرة جماهيره اتنين بتحرمه من الدخل الذي كان سيحصل عليه من السماح لجمهور بالتواجد تلاتة مش كده داتة بتغرامه فكأن النادي هو مرتكب الخطأ في المقام الأول الأندية شوفوه لك عقوبات تانية عشان تبقى العقوبة بتخص ولا ولا تحملها الأندية اللي ما فيش ما بقاش في إيدها حاجة الحقيقة تعملها مع جماهيرها الجماهير حتى في في أحياني كثيرة يعني بتضغط على إدارتها فما بالك كمان دلوقت إن ما تيجي تقوله مئة ألف جنيه ما تدفع نصف بليون جنيه الجمهوري يعني اتأثر بإيه فأنا أرجو مراجعة يعني يكفي منع الحضور الجمهوري يكفي إنك إنتب تحرمه من إراد المنع ما تحملوش بقى الغرامات إنما ممكن اللي أتلف حاجة في أي استاذ إنت حصرت ألفين وكذا يعني قلت القطاع ده من جماهير مسؤول عن المكان ده خلاص إذا فيه إطلافات ما يحتروش إلا بعد ما تحملوه أي جماهير مش بتكلم على إسماعيلي زي ما قالك لأن الموقف ده حيواجه الأهل وحيواجه الاتحاد وحيواجه الاندية الشعبية تحديدا موقف لا تتعرض له الاندية المعندية الشعبية فأصبح ضغطه كله على الاندية الشعبية فأرجوه إن إحنا نراجع زي العقوبة طيب في مباراة الداخلية ضد فاركو تقرر توقيع غرامة مالية ما فيمش رأيك هو فيه آه آه شوف أنا شاف إحنا من الأول مش ضابطين المسألة صح طب أقول لي كده ليه أنا دايماً بقول إنه علشان تحدد شخصية العقوبة محتاجين كنترول على تحديد الشخص المخطئ حصل ولا ولا لا ما حصل حصل أنت خلاص قلت القطاع ده ما أنت أنت جبتها إزاي أنت قلت مثلاً في الفين و اه متين وخمسين مشجح حجز وتذكرة في اليوم ده لا ما هو بيجيبها من على السيستم بيجيبها من على السيستم أستاذ إبراهيم هل ده حجم جمهور الزمالك اللي كان حاضر آه لا الفين ومتين ده رقم كبير يبقى حصر أنت مش فهم قصدي يبقى أنت حصرت أن كله شاركة في الهتفات بالضبط وقد يكون هذا صحيح طيب أنت بتعاقب على الهتف أي تحطيم لأي حاجة يوم ما هنوصل لنقطة التحديد مين كان قاعد على الكرسي ده هتتحل كل المشاكل وعندنا البيان ده أنت بقى التذكرة مش عارفين نوصل للنقطة دي ليه أستاذ برهيم لأن التذكرة ما فيهاش رقم المقعد ما فيهاش رقم الكرسي حط علي بقى الرقم الكرسي أنت محتاج ترقم الكرسي في كل الدرجات وتسجل الرقم في التذكرة بس أنا حجزت حجزت درجة أولى الكرسي 156 كرسي 156 تكسر أنا أتفع ثمنه حتى لو أنا مش اللي مكسره حتى لو أنا هو قل لي بقى قل لي ومين اللي كسره بس ولا تسمح لقاعد أنه كسر الكرسي اللي أنت على عليه بس حصل هتاف خارج من المربع ده المرائب حدد أن المربع ده حصل منه هتاف المربع ده حاضر فيه مثلاً 500 واحد تذكرهم تبدأ من كذا لكذا يبقى شخصية الكرسي على التذكرة فيوم حدد شخصية الكرسي باللي جالس عليه بالمنطقة اللي الناس موجودة فيها هتوجه للعقوبة بالصح قلت بقى لما علاق قلت لنا رأي يعمل إزاي إنما اللي حصل اللي حصل إن أنت بتقول الـ 2150 واحد اللي سافر وورا الزمالك الإسماعيلية أنا منعتهم ممكن ناس تكون فيهم ما عملتش حاجة وممكن جمهور الإسماعيلي اللي أنت عقبته مثلاً بالمنع من الحضور يكون فيه ناس ما عملتش حاجة وغالباً عايباً طبعاً فعايزين شركة تذكرتي بازلة مجهود كبير جداً ووصلنا لمرحلة متقدمة بس تكمل بتحديد رقم الكرسي للجالس وصحبه إذا أنت قدت للنادي كوتا هنا بقى مسؤولية النادي لو النادي بقى التذاكر دي دون تحديد مين اللي خدت تذاكر يعني جات الشركة خدت مني عشر تذاكر يبقى العشر تذاكر دول من كورسي كذا الكوزي كذا مسؤولية الشركة دي هاي هتجابلك مين خده يعني إحنا نقدر نوصل من تحديد إن الكراسي التذكرة دي كانت عليقاني كراسي النادي هنا ممكن يخش لو أنت ديت التذاكر في شكل كوتا هو المسؤول عن توزيع لكن لو فضلت الكوتا برا إرادة النادي تخرج النادي من العقوبة المالية طيب قرروا كمان بالنسبة لمباراة الداخلية ضد فرقه توقيع غرامة مالية على فريق الداخلية عشرين ألف جنيه بسبب التأخر في النزول إلى أرضية الملعب مع بداية الشوت التاني مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوت وتقرر إيقاف إداري فريق الداخلية محمود شكري لمدة مباراة واحدة لما بدر منه اتجاه الحكم خلال المباراة مما أدى إلى قيام الحكم بطرده مباراة الجونة ضد سيراميكا إيقاف لعب فريق سيراميكا كيلو بطر أحمد القندوسي مباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد خلال اللقاء بعد الحصول على الانظارين للعقوبة الطبيعية وتم توقيع غرامة مالية على لعب الجونة إيمان واللاكي قدرها 25 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه ثلاث مباراة بعد حصوله على كارت الأحمر مباشرة لضربه لعب الخصم دون كرة طب لعب الخصم نقب فينا مين اللعب الخصم اللي الضرب أي القندوسي ماهم الوقع دي فيها طرد وفيها انذار تاني هو أنا ليه مش حطت في اعتباري إن أنا ممكن لأن أنا أنا فتكرت إن القندوسي ضرب بكوعه أو ضرب بتاع لا ده هو التاني ماسك فيه مشتبك معاه فدفعه دفعه بانفعال مش القندوسي هنا بقى طب اللعيب ده رد فعل طبيعي ومفوش إذاء فكمال لو أخد انذار دي الانذار التاني عايزين بعض العقوبات طالما ان احنا قادرين نحصرها قوي كده والحكم شايفها قوي كده يعني أنا ممكن أترد القندوسي أو دي الانذار التاني مش على رد فعله مع اللعيب لأنه ده طبيعي مشتبك ومساكني وبتاع بزوقه بنفعال أنا القندوسي يستحق الانذار التاني للاعتراض بالشكل ده ودي بقى عايزة أقول القندوسي عامل عامل درقه و المرعب أكثر الناجحين مستوى فني و يعني كفاءة في التسجيل وكفاءة في صناعة الأهداف بقيت من عناصر الترجيح المؤسرة جدا في فريقك ما تنوصي الكلام ده بالانفعال اللي ما كانش موجود عندك أنت تكرر منك الانفعال تكير طيب طيب بقيت العقوبات كمان تغريم إداري مودرن فيوتشر أحمد مرعي 20 ألف جنيه ويقافه أربع مباريات لمبادرة منه تجاه الحكم في المباراة يعني كلها عقوبات طبيعية جدا لاحتكاكات الملعب وفقا للإنذارات وحسب اللايحة ده يمكن كانت عقوبات اللجنة النهاردة لكن كمان طلعت اللجنة تفسير للإقافات الكتيرة اللي حصلت السنة دي والمؤجلات هنجيلها طبعا في ثانية الحلقة لأنها بتخشف خفات الدوري بشخفات اللعيبة خفات الدوري ليه التعطل اللي حصل وليه تأجيل المباريات والمنتخب خاد كم يوم الحقيقة الكابتن عامل حسين عامل بيان بعدد الأيام بالزبط اللي تعطلت فيها المسابقة وكلها هتكتشف أنه كان نوي ما كانش فيه أي حل تاني غير أنه تتأجل المنتخب بيلعب أربع عندها بتشارك مشاركات خارجية الأهل بيلعب في الدوري الأفريقي الكاف بيتطلع قرار أنه الأندية المشاركة في الدوري الأفريقي ما ينفعش تلعب مباراة محلية أثناء مشاركتها في الدوري كلها أمور بقول لكم كانت خارجة عن الإرادة لكن بتكشف إحنا ليه وصلنا للعدد التأجيلات أو المدة الزمنية الطويلة هنجيلها بالتفاصيل لكن أعتقد كان المهم النهاردة واللي الكل تابعه من مبارح بالليل إيه اليوم الصعب ده إيه اليوم الصعب ده بجد يعني طبعا مع الاعتذار المتقلقة من القيعي صاحبة أغنية أو اللي كاتبة أغنية إيه اليوم الحلو ده طبعا هنيجي لليوم الحلو لكن خلينا في اليوم الصعب دلوقت اليوم الصعب مبارح الناس تخضط من الصبح من أول ما فرقة الأهلي هتسافر لكماسي على متن رحلة خاصة لمصر الطيران الرحلة تتأخر من القاهرة ساعتين تحذيرات من الجانب الغاني إن المفروض توصل الكماسي وقت بدر شوية عشان الإغلاق الليل بتاع المطار بقول لكم أمور فإذا بالرحلة تتأخر ساعتين تروح كماس تروح غانة فتنزل فيها فيحصل حادث للطائرة فتتعطل فندخل فيه متاهات كتيرة جدا أعتقد الناس فائت منها النهاردة واحدة الضهر يعني من انبارح واحدة الضهر الإقلاع النهاردة واحدة الضهر الهبوط في كماسي بسلامة الله اللي حصل في الاربعة وعشرين ساعة دول إيه شركة مصر طيرانة باش مهندس حرصت على إن يطلع بيان توضيحي لكل الأمور على حاجة معينة يا جمعان برعب الليل فجئت بتليفونات من أكثر من حد إعداد برامج معينة لناس أعزاء وإعلامين كبار عايزين تعليق عن الأزمة التي حدثت في غانا حاجتين منعوني من أن أنا أستجيب لهذا الأمر أولا مش أنا الجهة المسؤولة أنا مش مقدر في هذه الحالة في إدارة للنادي يجب أن يرجع إليها أما أن تعول ما أنت يا كابتن عدل معقولة مش عارف وحقيقة ساعات أنا مكنت مش عارف أنا كلمتك جت لك تفاصيل قلت لي لسه حجيب التفاصيل فأنا اعتذرت للسبابين أولا أنا ما عنديش تفاصيل حتى لو عندي تفاصيل حيطلع لكم من النادي كلام رسمي أرجوك يعني بعتذر للي كلمني وما أخذش اللي هو عايزه وفي نفس الوقت من فضلكم ما تعتبرونيش مصدرا للأخبار بس طيب المصدر الرئيسي هنا لأنه المسألة تيكنيكا لشوية المسألة فنية خاصة بالطيران ورحلات الطيران والعطب اللي حصل في الطيارة وإيه سببه أمور ما أقولك عايزه متخصص ما ينفعش الاجتهاد فيها أنت بتتكلم في حياة بتتكلم في حاجة طيرة في الجو فما ينفعش أي حد يقول فيها أي هاري وخلاص أسباب تطلع من الجهة المختصة جهة المختصة فمصر الطيران طلعت بيان قالت فيه النهاردة من منطلق الدعم والرعاية التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران لكافة الفرق والأندية المصرية وفي ضوء العلاقات القوية التي تجمع الكيانين العريقين مصر الطيران والنادي الأهلي والتي امتدت لسنوات عديدة قامت خلالها مصر الطيران بتسير أكثر من خمسين رحلة خاصة للنقل للفريق للمشاركة في الكثير من البطولات المختلفة حيث قدمت خلالها الشركة التسهيلات المادية والمعنوية وزللت كافة العقبات حرصا منها على توفير الوقت والجهد وعناء السفر أضاف بيان الشركة نتيجة للثقة المتبادلة بين الكيانين طلب مسؤول النادي الأهلي من شركة مصر الطيران تنظيم رحلة خاصة إلى مطار كماسي بدولة غانا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق مدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا ومن جانبها قامت مصر الطيران بالتنسيق مع سلطة الطيران المدن المصري ونظيرتها في غانا للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار كماسي وبعد الانتهام من التجهيزات الفنية اللازمة حصلت مصر الطيران على التصريح الاستثنائية للهبوط بمطار كماسي المخصص للطيران الداخلي فقط دون الهبوط في مطار أكرى العاصمة وذلك حرصا من الناقل الوطني مصر الطيران على توفير كافة سبل الراحة لبعثة النادي الأهل رائع تابع البيان وقد أقلعت رحلة مصر الطيران رقم MS3911 بأحدى استيرازات الشركة 320 نيو يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 21 فبراير من مطار القاهرة وعلى متنها بعثة النادي الأهل متجهة إلى مطار كماسي مباشرة أثناء الرحلة تلقت مصر الطيران اختارا من سلطة الطيران المدن الغاني يفيد بعدم السماح بمبيت الطائرة بمطار كماسي ليه قالك نظرا لحدوث بعض الإصلاحات على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كماسي ثم تتوجه الطائرة للمبيت في مطار أكرب يعني هتوصلوا بعثة الأهل لمطار كماسي بس الطائرة مش هتبات في المطار إجراءات إصلاحات صيانة للمطار البعثة توصل لمطار كماسي وتروح تبات في أكرب في العاصمة وتبقى تيجي يوم الجمعة بعد المباراة تاخد البعثة كانت ترتيب على هذا الأساس لا ده طلبات طلبات الاتحاد الغاني مش السلطات الطيران المدن دي طلباتهم اللي جات وهم في الجاو على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كماسي ثم تتوجه الطائرة للمبيت في مطار أكرب على أن تعود الطائرة يوم الجمعة الموافق 23 فبراير إلى مطار كماسي مرة أخرى لنقل البعثة إلى مطار القاهرة طيب هما ليه اللي حصل أثناء هبوط الطائرة تلقى قائد الطائرة اختارا من برج المراقبة الجوية في المطار يعني وصل كماسي آه يفيد بعدم السماح بالهبوط في مطار كماسي ليه لإغلاق المطار لمدة ساعة وعليه التوجه إلى مطار أكرب على الفور توجه قائد الطائرة إلى مطار أكرب وتم السماح له بالهبوط لحين إعادة فتح مطار كماسي مرة أخرى وهو على الأرض في كماسي أوضح البيان فور السماح لقائد الطائرة بالإقلاع من مطار أكرب متوجها إلى مطار كماسي إصطدمت معدة الدفع الخلفي الخاصة بتحريك الطائرة بجسم الطائرة المعدة اللي هي بتدفع الطائرة على الأرض علشان تعمل الستارت بتاعها ودي بتبقى تابع مطار أكرب مطار أكرب أه أنت ما عندكش معدة دي معدة على الأرض فاستضمت بجسم الطائرة الأمر الذي ترتب عليه واضح أنه حصل بقى مشاكل ترتب عليه ضرورة فحص الطائرة والتأكد من تحقق كافة إجراءات السلامة قبل استئناف الرحلة إلى مطار كماسي وعند الانتهام من الإجراءات والتأكد من سلامة الطائرة للإقلاع تم اختار قائد الطائرة بأنه لن يتم السماح باستكمال الرحلة نتيجة الغلق الليلي لمطار كماسي من جانبها قامت مصر الطيران باستضافة أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة في أكرا على أن يتم استكمال الرحلة في تمام الساعة العاشرة الصباح اليوم التالي بناء على طلب بعثة النادي الأهلي اختتم البيان أقلعت الطائرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة من مطار أكرا متجهة إلى مطار كماسي وصلت في تمام الساعة الواحدة ظهرا هذا وتعتذر شركة مصر الطيران عن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها وتتمنى الشركة التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغاني طيب تعالنا نحلل بقى إلا حصل لأن فيه راقي كتير هونتوا ليه تستنوا ومش عارفوا الصحة كان يتعمل إيه وهو الطيارة أخرت وعشان كده ما لحقتش تسافر سببه أسباب نتيجة فيه قصور في المعلومة وأنت أقولك وأنا أقولك نعلق الزوح ما عندناش أي معلومات تفاصيل خاصة بالشركة التفسير ده بيقول إيه إن الأهلي طلب طائرة خاصة تنزل بشكل مباشر قاهرة كماسي ما فيش أكرة خالص هذا أخدا بالأسباب السليمة وحسنا فعلا نهايدي الأهلي عشان ما يكبتش اللعيبة مشاق نزول وطلوع وصفر طويل اتنين إن الطيارة ما وصلتش الأجواء الغانية خلال فطرة الحظر زي ما أشيع إن عشان تأخرت هنا فراحت واضطرت تنزل وكان فيه حظر ليلي لا ده فضلت لمدة ساعات راحت وهم في الجو قال لهم طيب هتنزلوا بس مش هتباتوا هتنزلوا مترجع أوكي وهم فيه كماسي خلو وصلوا قال لهم لا مش هتنزلوا احنا قفلوا لمدة ساعة مش هيضر يطيدي الساعة دي فوق المطار ارجع نزل أكرة نزل أكرة اللعيبة استنت علشان أول ما يتقلهم يلا يتحركوا فرا على كماسي تاني يبقى كل اللي تأخروا ايه ساعتين مثلا الساعة اللي رايح والساعة الجاي ثلاث ساعات وساعة اللي فيها إصلاح مسألة استضام الملابسات الكتير دي بتخليني ايه أستاذ زبرين في ايه مسألة استضام شاحنة الدفع مؤخر طايرة اللي هي بتزقها عشان تحركها عشان تاخد الاسترات بتاعها أو الانطلاقة بتاعتها تصطدم بيها ايه الحالسة الغريبة دي ومنطقي جدا اننا لما يصطدم في طيران وبتقولك الشركة وفرت احدث الطراز يعني طيارة على اعلى مستوى فكان لازم يطمئنه فالطرب باتوا ويروحوا تانيهم الملابسات الكتير دي لا الاهل اخطأ ولا مصر طيران اخطأت لكن ثمت شيء ما في الامر ايه اللي ادى الى القرارات الكثيرة والعربية والطيارة فوق الاجواء مش عايز اقول ان ده امر يعني استحق يعني الارتياب لانه انا حصلت لي انا يعني سنة تلاتة وتمانين كنت مكلف من الكابتين صالح اروح مأمورية وصلنا فوق غانا لألفوا ساعتين وارجعوا وصلنا تاني فوق مطار اكرة لأ هتروحوا ابت جان تباتوا الليلة وتعالوا بكرة المطار مقفول بيتنا الليلة رجعنا في الاجواء لأ ارجعوا مصر المطار مقفول مش هتفتح دلوقتي هل دي حاجات يعني بتحصل كتير ما عرفش انما مش ضروري ناخد بقى ان في حد متعمد يعمل الكلام ده عشان يعطل الفرقة لان برضو في حد السير تعرض له ان هدي بيرامد في لبون باشي يعني ايه ده ليه كده اين الاتحاد الفريخي بقى من كل ده لما ايه النادي الاهلي يقول لك انا مالي انا ومصر تار تقول لك وانا مالي هو الارهاق ده والتأخير ده مش بسببي الجيل اللي لماتش يوم فيه رض احنا انا هروح مع ميستر كولر المنطق ده جدا 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 هنجيله هنجيله لكنه عايز اقول لكم انه بمجرد مدى حصل مبارح كابتن محمود الخطيب فتح اتصالات في 3 ا4 اتجاهات الاتجاه الاول وده الاساسي لاطمئنان على سلامة البعثة مع الدكتور مهند مجد عضو مجلس الدارة رئيس البعثة وخالد بيبو مدير الكورة ان انت بتحافظ على حالة اللعيبة واستعدادهم وراحتهم رقم 2 مع مصر الطيران يتصل الكابتن الخطيب مع قيادات مصر الطيران لبحث الامر ايه البديل رقم 3 مع السفير اللي الحقيقة كل الناس وجهت له الشكر سفير ايمن الدسوئي سفير مصر في اكرة اللي يفضل موجود مع البعثة حتى انه مستر مارسول كولر حرص في المؤتمر صاحب انه يشكره شخصيا انه ما سابش البعثة وزل وحل المشاكل كتيرة ثم اتصال اخر لرئيس النادي الالي مع الاتحاد الافريقي في محاولة لتاجيل المباراة 24 ساعة للظرف اللي حصل اتحاد الافريقي طلب في البداية تقرير فني والتاجيل لانه يلزم موافقة الجانب الغاني مدياما مدياما قال لك انا طبعت التذاكر وراح منزلها على التوزيع بتاعهم ان المباراة الجمعة ورفض مناقشة فكرة التاجيل مستر كولر قال لك خلاص مش عايزين ندخل في مود ان المباراة السبت المباراة الجمعة ويقفل كلام عشان يحافظ على الحالة الزهنية للعب ان المباراة جمعة ده الجهود اللي بوزلت في ده كان فيه حل بري بعيدا عن مشكلة الطيران والغلق الليل اللي مطار كوماسي انا شخصيا مشيته في الفين وتمانية بخمت ساعات يا برا لا لا مش خمسة والحاجة الناس برضو هي مئتين وخمسين كيلو هي بس في أدغان وفي تورو دايقة هي في الفين وتمانية احنا اخدناها بالزبط انا وايمن بدر وعب منعم الوسطة وحسام دياب وحسام شلتوت كنا وافد صحف من اكرى الكوماسي من اكرى الكوماسي نفس الظروف وصلنا فكان فيه المنتخب هيلعب في كوماسي الاتحاد الافريقي كل الوفود بتاعته والمجموعات اللي في كوماسي الطيران الداخلي فقير وطيران قليل شوية فقالوا لنا هتقعدوا في اكرى يومين على ما تاخدوا دوركم في الطيران الداخلي طب البديل ايه قال لك الطريق البر انا فاكر مسؤول السفارة ساعتها حذرونا ان احنا ناخد المغامرة دي بس احنا بالليل اخدناها جابولنا بص واتفقنا ان احنا هنطلع به في الطريق البر لطريق 200 حاجة وخمسين كيلو بيمر بعشر مدن ففكرة ان انت لبعثات كبيرة زي بعثة الالي او اي بعثة كبيرة علشان الامن يأمن عشر مدن صعبة شوية انت ما بتمرش بمدينة واحدة من مدينة لمدينة على مسافة 250 كيلو طبعا الكلام ده كان في 2008 احنا شفنا انه المسألة ما فهاش القلق اللي الناس بتقوله لدرجة ان احنا في بعض الحتة كنا بنقف نشتري حاجات من السوبر ماركت ايو انت انت راجل رايح اه تؤدي وظيفة انك مراقب وتكتب ودلع نفسك اه في اوقاتك الخاصة ما انت الشاي الهم تمرين وصحيان بدري ونوم وبتاع ما ينفعش فهي هي كانت فكرة انت باعاج الوافات دي قد تبدو ممتعة ليك اه الطريق نفسه بعمل ازاي 2008 كان كويس انا بكلمك دلوقتي مؤكد احسن احسن ضروري لكنه الامن الغاني نفسه ما بينصحش بيه البعثات بالذات للبعثات لان هي لود عليه انه يأمن عشر مدن جنب بعض باستمرار درجة الامان في الطريق ده عارف انا بسألك ليه الاسئلة دي اللي هو سفير نور في التسعينات ربنا يديله صحة واسيب خير كان رايح رئيس بعثة وكان ما تشوف كماسي فنزل في اكرة وخادوا الاتوبيس لكماسي رجع رصد حجم المعاناة يبدو ان الطريق ده 2008 يتعامل بمناسبة البطولة الافريقية اي فالطريق بيمر في الغباد طريق مش ممهد اوي مسافته فوق 350 كيلو السرعة القصوى للاتوبيس وصلتنا حوالي 4-5 ساعات يعني فكان بيصف الرحلة انها مش مش مؤمنة زي ما انت بتقول في ظلام دامت وماشي لوحدك لو العربية عتلت ما حادش هيسعيفك ده كان كان كلامه تقريبه ممكن في الفيلم 2008 يكون كل ده اتغير وتعامل لطرق اخرى بس فاتت زي ما انت بتقول في مدن وقرة خد بالك حاجة هي الطبيعة في كل الاحوال انت عشان تنزل من طيارة وتركب لعيبة الطريق البري يمشي بالطريقة دي خاصة ان الجانب الامني مش مش مشجع ليها مش مشجع ليها مش عايزة تحمل ممكن حد يطلع لك بس بس يرمي لك طبطين من هنا وانا وانا قلت لك طريق الشوك ايه انت مشيت على الاشواك احيانا الصعاب دي تخلق دوافع وتخلق توفيق بس هو على فكرة يعني هي كماسي برضو في الزاكرة الرياضية والكروية اخدوا بالك يا جماعة الملعب ده استاد بابا يارا وكماسي الاهلي جاب منها اول بطولة اول بطولة دوري ابطال افريقيا 82 في ملعب كماسي الاهلي مع كوتوكو الاهلي فاز على كوتوكو في القيارة 3 صف الكابتن محمود الخطيب هدفين والكابتن على ما يهوب هدف ثم في الملعب اللي هاشهد مباراة الغد سجل الكابتن الخطيب هدف تعادل به الاهلي مع كوتوكو واحد واحد ورفع الاهلي اغلى كاس لانها كانت اول مرة انت عارف ان كابتن سالك كان رئيس البيعثة دي اه بيحكي لي بقى رحمة الله عليه بيقول لي الجو كان جو حربي اي مش ملعب وهم يعني حذرونا ان الماتش يخلص دلكم في سنانكم تكونوا في القوض وتمشوا فورا وكان الترتيب ان تتركب الطائرات ويرجع على مصر على طول لدرجة ان هو على ما تذكر كانت متوفر لهم عربية من بتاعة حربية اللي هي مش مجهزة بالفوتيات وعاجات دي كانت حاجات عملوها كده زي اللي بيعود فيها الجنود يعملوا بيها يعني قال لي رئيس الدولة نزل بطيارة ليكوبتر عمل ضربة البداية والملعب محموم جنوم فكابتن سالك بقى يقول يا رب نخرج على خير من الاجواء دي الدنيا بتتغير طبعا والامور بتهدى بتبقى اكثر انضباطا نتمنى نتمنى ان فريقنا حقق النتيجة الاجواء بيلي تريحنا وتخلصنا بقى من بالك يعني الكوماسي لان انا بقول لكم ليه هي كمدينة مش بس الصعوبة مع الاهلي ما هو مع الزمالك الزمالك في 87 اتأل هزيمة افريقية في تاريخه مباراة الخمسة واحد مع كوتوكو كانت في الملعب ده في كوماسي في استاد بابا يارا المنتخب الوطني عنده حدثين عكس بعض يعني ابو تريكا وزميله عاشوا المجد كله في 2008 البطولة اللي منتخب مصر ادى فيها افضل العروض واجمل كرة لعبت في تاريخ كاسر الامم الافريقية كانت في 2008 لكن نفس الجيل يزدل عليه الستار ده كان مع كابتن حسن شحاد يزدل عليه الستار في نفس الملعب 2013 تصفيات كاس العالم فوجود ابو تريكا ومحمد صلاح كان لسه طالع ساعتها مع المنتخب ايام برادلي ايام برادلي في الملعب ده ينال ستة واحد تعرف برادلي لعب وتنتهي مسيرة برادلي مع المنتخب برادلي قبل الماتش ده لعب تسع ماتشات خد العلامة الكاملة في التسع ماتشات لا لعب تمانية ولعب التاسع كسبناه غنب بعد كده اتنين واحد فما كانش موديه انما اللي مرعب ان الليلة خلصت هناك اه ستة واحد اول ماتش تخسره يخسر ستة واحد معين الشرط الاولاني كان تلاتة واحد ده انا امل واول ما جينا هنا لو كان خلص ثلاثة واحد انت جبت اتنين صف في ربع ساعة هنا لو عندك الامل كان ممكن تضيف عليهم او تطلع بهم فده يعني برادلي انا ما شفتش راجل من عشر ماتشات يكسب تسع ماتشات ولا يتأهل يعني حاجة حاجة غريبة جدا فكماسي ده ملعب زي ما انت بتقول كده ربنا يعني عديه على خير ان شاء الله الزكرات فيه مش كلها سعيدة لكن ايضا ما بيتقول لك ارادة المصريين اتعدلنا هناك ده التمرين بتاع الاهل النهاردة ده في ملعب في ملعب بابا يرأة معقول يعني مش احسن حاجة لا معقول معقول بس يكبأ ما يتراشش بقى ويغرقوا ويعملوا فيه الحق الحقيقة يعني كماسي لان هي برضو معقل قبيلة الاشنطي اه وقبيلة الاشنطي في غرب القرى المسيطرة على مناجم الدهب لدرجة انه ملك الاشنطي له قيمة روحية واجتماعية وسياسية انا فاكر ساعتها طلبت من السفارة المصرية عايز اعمل حوار مع ملك الاشنطي فالرجل في السفارة ساعتها قال لي لا الاسهل اجيب لك معد مع رئيس الجمهورية يه اه ملك الاشنطي ده حاجة كده وهمة يعني محدش بيروح له قالوا لي ده جالس على مناجم الدهب بمعنى انه كل ما منجم يكتشف لازم يلبس منه اسورة فيقعد في الاحتفالات شايل درعاته بالعافية من حجم اساور الدهب اللي بيتباهى بيها انه ده نتاج اللي تملكه الاشنطي او القبيلة افريقيا دي عجيبة والسودان هو افريقيا بتدفع تمان يا ايه استاذ ابراهيم ان اغنى مكان في العالم مع افقر شعوب العالم بيبتزها وبيحتلها وبيستنزفها وبيستغلها يعني اخبث شعوب العالم فهو ده الست الحلوة يعني اللي كله طمعان فيها وعايز الحلال مش عارف جيله اه تتتفع ضريبة جمال يعني افريقيا كل الحروب والانقلابات والهوسة اللي هي فيها عشان مناجم الماس والدهب وربما يكون البطرول بتاع المستقبل موجود فيها برضه الحقيقة اللي احنا شفناه في كماسي في 2008 لانه ده الجمهور اللي هيبه موجود بكرة يمكن مدياما ملهاش جمهور شديد وعنيف هو نادي خاص المالك بتاعه حتى اسمه موسى باركر مبرح لما عمل تصرحات قال ان احنا جاهزين لمفاجئة الاهل وزي ما كسبنا بالوزداد هنكسب وحننقذ فرصتنا وجاهزين للفوز والنهارده رفضوا اي تعاون في فكرة تأجيل المباراة 24 ساعة هو مش هيقدم للمنافس خدمة وتسأله ليه انت مقتنع ان فيه ظرف فقاري ولا لا بس هي اللي حبوا موافط الطرف التاني عشان لا يتضرر هو ما هيوافق لانه خد بالك انت كمان وخصوصا هو دلوقتي عنده اربعة لو خسر برا فهو امله ان يكسبك عشان يخش في المنافسة او اضعف الايمان يتعادل معك ويأجل الحسن جات له فرصة هيقول لا لا طبعا عموما البعثة بسلامة الله بسلامة الله وصلت وبتمرنوا وده التمرينة الوحيدة اللي اتمرنوها يمكن انبارح ما كانش الفريق اتمرن خالص كان مشي بدر على المطار اتعطلت الطيارة ساعتين لكنه ما كانش اتمرن في القاهرة في يوم انبارح كله كان في الطيارة سواف القاهرة او في اكرة للانتجاه لكماسي ثم المبيت في اكرة ثم العودة في الصباح الباكر النهاردة يسافروا رحلة اخذت 40 دقيقة بالطيارة نزلت الطيارة في كماسي ساعة تقريبا 12 ونص الظهر اتجهت للفندق كماسي نتيجة تنظيم غانا لكاس الامم في 2008 عمل التحديث لفنادية العقيد الليبو معمر القزافي كان باني فندق ممكن افخم فنادق هو كان عامل اه مش انت قلت الدهب بقى اه هو كان عامل ملك ملوك افريقيا افريقيا كان جاب بقى القبائل دي كلها اللي عندها الدهب اه ومنصب نفسه ملك ملوك عليهم وساب الحكومات اه فكان باني فندق فخم جدا كان المنتخب الوطني نازل فيه واحنا كوافد صحف ساعتها في كماسي يمكن الحادثة كانت غريبة لان وكلات الانباء كلها طيرت صديقك عب منهم القسطة ده تقريبا مات اه اه كنت انا وعصام شلتود وايمان بدرة وعب منهم القسطة وصبر علي وجايين من تمرين المنتخب في كماسي دخلنا الفندق احنا ساكنين في الدور الاول بس من التعب وفندق كان لسه منشأ للبطولة اسمه نودا يوم حد والعمال اجازة والاسنسير ندخل فيه يدوب هيتحرك ورح لا بيواقف في الحيط وبين الادوار اه يمين شمال مفيش عادنا كام خمسة وثلاثين دقيقة جوه الاسنسير سمح عمار زميلتنا في ازاعة في النيل الرياضة كانت معانا هي برا هي والمصور الكبير حسام دياب ومحمد صادق والمجموعة اللي برا عملين يصوتوا لانه بعد ربع ساعة عمنا من القسطة مسكين حصلت له ازمة الاكسجين ب فوقع فبقنا بنتعامل ان احنا معانا واحد منتهي ممكن يخلص منتهي احنا مش قادرين نرش عليهم مياه مفيش استجابة واعصام شلتوت يصوت ايمن بضرة كل شوية يا جماعة نفتكر اخر حاجة ونفوض امرنا لله فاعصام يقول لك يعني دايما بيكفلنا خلاص بقول لك ساعات رعب اتصروا من الله يرحموا الكابتن سابير زاهر كان مع المنتخب هو حزم الهواري مع المنتخب والدكتور احمد ماجد جم بلغوا الاسعاف وبلغوا النجدة ولا انه الفندق مفوش عمال يوم حد والناس اجازوا والفندق الجديد اول وفد ينزل فيه احنا يعني فيش ادارة بقول لك يطلبوا دا اللي كانت سماح عمال وحسام دياب عاملينه برا عاملين نسمع صويت واحنا ما فيش ايه لان جابوا ادارة المنتخب بقوا ميسحبوه بالسلب من فوق بالبكرة بتاعته طلعنا يعني فتح وفتحة قد كده في الاول نخلص نخرج الجس الجس عادنا نشيلوا ونطلعوا خد بالك يعني مغامرة جدا ان انت تخرج من حتة قد كده بس المهم دخلك بس دخلكم اكسوجين على الأقل بالضبط فبعتنا انا افضلت انا وايمن بدرة نشيل عمين عم وخرجناها عصام هدي شوية لانه كان دخل بقى في ايه الحق في هستيريا في هستيريا وصبر علي عمال يقول لك يا رب انا وحيد ابو يا وامي فعصام يقول له يعني احنا لأ هتخش في اخناء يقول لك كماسي دي غريبة جدا الى ان خرجناهم كلهم وفضلت انا وايمن بدرة اطلع عم ايمن قال لي لا انت اخرج انت احنا واحد يشيل واحد على ايده كده وروح نايم على بطنه وزحف لا وايمن بسم الله ما شاء الله علي فانا قلت له انا لو خرجت انت مش هتخرج مش هتعرف بعدش يشيله غيرك فانا خرجت ايمن وبعدين خرجت طب عمين عمين اللي حصل فيه قالوا لي حزم الهواري واحمد ماجد جايبين له واحدة مسعفة من اللي جات في الاسعاف مسعفة قوية جدا اديته قبلة الحياة بعنف يعني حسام دياب مصور اللقطة دي قال لي تقريبا سحبت الاكسجين من صباحه قال للراجل خاد كيسو في لايف ديت رح فاتعيني عمينه ما اقول لك فيه ايه فيه ايه دي كان مستهبة سعيزة اقولك ده يمكن وكالات الانبالة انها كلها منتظرة انه كاسو الامم الافريقية حيبوت ووفد صحف مصري وفضيح ومعرض للموت كانت حدوتة كبيرة جدا لكن زي ما قلتلكوا هي كماسة كده منظورة للحوادية الغريبة السيتي دي ما خطوزيش تليفونها عشان لحاف على الحاجة تانية انا بقولك هي انقذة عبد المينو ما رجعته لنا في توا في تواية اه لا 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 ضخمة جدا فالكيسو في لايف بتاعتها لا يعني بقول لي حسام ده بقال لي ده شفطته طلعت الهوى من رجله قبلة الحياة اللي لازم تبدي لك طلعت ثاني وكشيد الكربون اه كماسي حوادتها كتير قوي ومشاكلها كتير مع القرى المصرية واللي المهانس عادل اشار اليه البطولة الاولى للاهل في 82 في حوادت كتير جدا والاسادزة الصحفين اللي كانوا مع المنتخب مع الاهل يوميها كابتن نعمان كتب كتير قوي على اللي حصل ومحفظة بتاعته تسرقت في مشاكل كتيرة سيد محمول مع كابتن حكاية كابتن حكاول ان شاء الله بكرة كماسي تكون والشاء حلو على النادي الاهل المراتي الجمهور كمان يكون اطيب واهدى من اللي كان طاقم الحكام الجابوني تنجم بيامي حكم ساحة ومعها الكاميروني الف شجاي مساعد اول والجابوني اربين اندو مساعد تاني والجابوني سيريجوي مكاني كحكم رابع الادوار دي يا جماعة ما فيهاش للأسف غرفة فار يعني دور المجموعات في البطولة ما فيهاش تقنية الفيديو زي ما انتو عارفين مدياما قيمته التسويقية كنادي قليل شوية اتنين مليون يورو وخمسة من عشر هو دلوقتي بيحتل المركز التامن في الدور الغاني بس ما تبصوش لنتاج زي كده لانه زيها زي الاهلي ما لو جيت تبص للأهلي على الدور المصري هتلاقيه متأخر جدا لانه لعب نص المتشاط بس فدي كل دول او كل الاندية بتاع الدور الابطال ارقامها في دورياتها مش منطقية لانه عندها مؤجلات لعب لغاية دلوقتي سبعتاشر مباراة فاس في سبعة واتعادل فاربعة وخسر ستة وسجل خمستاشر هدف واستقبل خمستاشر هدف زيهم مدياما وصل للنقطات ازاي لعب مدياما مباراة الدور التمهيد للبطولة تخطى عقبة ريموستارس النيجيري زهابا بهدف واحد صفر وايابا خسر بنفس النتيجة وصعد بركلات الترجيح ثلاثة اتنين صعد من الدور التمهيد الاول بركلات الترجيح لعب بعد كده حوريا كونكر الغيني وده فريع عريق في دور الاثنين وثلاثين فازهابا بسلاسية مقابل هدف واضح انه الحلم كبر عند مدياما لما تيجي الدور اللي بعد منه الاثنين وثلاثين تلاقي نفسك مع حوريا كونكر الغيني واحد من الفرق المصنفة في القرى تكسبه تلاتة واحد لا انت فرق كويس ويخسر ايابا اتنين واحد ويصعد لدور المجموعات خسر في دور المجموعات في بدايتها من الاهلي تلاتة صفر في القاهرة لكنه فاز على شباب بالوزداد بهدفين مقابل هدف وتعادل مع يانجا افريكنز واحد واحد وخسر من يانجا افريكنز يابا تلاتة صفر نتائجه رايحة وجاية مالوش منطق يخسر من الاهلي تلاتة ويخسر من يانجا افريكنز تلاتة لكنه يكسب شباب بالوزداد ففريق مالوش عادلة مالوش مسكة ما تقسش له على حاجة طبعا ترتيب المجموعة كلكم تابعين وعارفين ان الاهلي في الصدارة بست نقاط ويبالوزداد عنده خمسة ويانجا افريكنز عنده خمسة وراخر ومدياما عنده اربع نقاط الجولة دي الخمسة اللي قبل الاخيرة الاهلي في ضيافة مدياما ويبالوزداد بيسافر لتنزانيا لمواجهة يانج افريكنز ده يمكن الوضع في المجموعة حتى الان ومشور الاهلي كلكم عارفين يعني مجموعة كل الفرق عنده حزوز وكل الفرق مهددة يعني كل الفرق يعني الاول عنده ستة الاخير عنده اربعة فالاول بيلعب الاخير الاتنين اللي عندهم خمسات حيلعبوا بعض يعني مجموعة حارجة جدا جدا بتدل على تقارب المستوى واحنا دايما نطلق الاحكام على الورق على الاسماء ما نعرفش المتغيرات اللي بتحصل للفرق دي ما احنا شفنا كلام ده في كاس الامم الافريقية زي القوة اللي احنا فاكرنا متوسطة التهمت القوة الكبرى فما بقاش فيه في الكورة حط على مستوى العالم ما حدش ضامن نفسه باين ميونيخ دلوقتي المعاناة اللي بيلاقيها السنة دي السيتي البرسة والريال يمكن ريال فاق شوية لكن برضو مش ده الريال اللي انا عايز اقول ليفر بول ماشي على سطرين ويسيب سطر كل الكورة على مستوى العالم وده بيقولك ان التاكتك والياقة البدنية اصبحت اقوى سلاح مهم جدا اقوى من المهار الفردية اه طبعا يعني عاصل ان ميسي ياخد فرقة كده يرجع كفتها للابد ورينالدو ياخد فرقة يجري بيها للابد وهلند ولندوفيسكي لان كل دول هلند للمراحل سيتي اسوأ نتيجة لفندوفيسكي البرسة كن ما جالهاش حد فاصبح اللعب الجماعي وده اللي بنقوله سيد الموقف ده كلام مهم جدا مستر مارسو الكولر ناوي يعمل ايه بكرة بالضبط بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة الاهلي والزمالك في كرة اليد بنات المنافسة دايما بين الاهل والزمالك يعني في كل الالعاب رجال وبنات نشئين ونشئات بتبقى لها المزاوة مزاوة الطعم الخاص والخصوصية وده طبيعة الدربيات عموما الاهلي فاز على الزمالك 24-18 في دوري كرة اليد بنات الاهلي سبق دي المرحلة الاولى من نهايات الدوري سبق للاهل انه فاز على سموحة وفاز على الشمس المرحلة دي فيها الاربع فرق الاهلي فاز على سموحة والشمس والنهاردة فاز على الزمالك 24-18 عشان يحافظ على صدرته لفرق الدوري 15 نقطة المرحلة التانية حيلعب نفس الثلاث مطشات الاهلي يكفي او يحتاج للفوز في مطش واحد من الثلاث مباريات اللي في المرحلة التانية علشان يحتفظ باللقب كبطل الدوري قد يبدو الامر كده الوحلة الاولى انه بقى سهل وفوزها انت مبارح انت بتلاعب الشمس اي انت كسبت في السواني الاخيرة في اخر هجمة اي واحد وثلاثين ثلاثين اي فالمطشات لا بعضها فين ادية شديدة جدا فنتمنى الاهلي يحسم البطولة بدون هزيمة باذن الله طيب الحقيقة هنشوف بعض اللقاءات عاون نشوف الاول للمؤتمر الصحف ميستر مارسل كولر بعد ما البعثة وصلت النهاردة ساعة واحدة لفندق الاقامة الحقيقة تم تسهيل كل الاجراءات كان سبقها المهندس سامير عدلي المهندس سامير عدلي سبق البعثة بيوم علشان يعمل الترتيبات الخاصة في كماسي فهو وصل كماسي والبعثة ما وصلتش باتت في اكرة وهو مستنين في كماسي الى قد استقباله بالنهاردة الساعة واحدة تدور في المطار على فكرة سامير عدلي الادار التاريخي لانه اول اداري مصري راح كماسي وشارك في اول بطولة كان مع الاهلي في 82 فشارك في 82 بقول لكم الرجل ده يعني عطاء كبير جدا وخبرات عالية جدا زلل كل الترتيبات وضع كل الامور الخاصة بالإقامة والتدريب من شخصية سامير عدلي اي انت عارف انه محتفظ بكل التذكارات بكعب التذكارات بالبوند بوردن كار بتاع السفريات اللي هي بالمئات دلوقتي مع نادي الايل والسفر اي وعنده معرض في بيته لو حد شافه وتخض ما بيرميش ورقة كله حططها عنده كل رحلة عنده موجود لها تذكار 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 مطشاة لازم مع كل حجم التذكارات اللي عنده يعني يعمل فيلم يدلك على عقلية منظمة ده بالإضافة ليه مهندس فنان تشكيلي واحد من مهندس اللي كور انه برضه في شغله مش مصاهين لا ده من الناس المصنفين الناس بتروح لهم صحيح طيب فاستقبلهم النهاردة وكان خلص كل إجراءات الإقامة مستر مارسل كولر بعد الراحل ساعتين وبعد الغدى راح المؤتمر الصحفي قبل التمرين الوحيد اللي لالتمرنوا في كوماسي طبعا مارسل كولر الرجل السويسري عاش الأجواء الأفريقية وشاف الصعوبات طبيعة الكرة في أفريقيا فكان كلامه كتير فيه إحساس بكل المعاناة اللي حصلت نشوف المعاناة من المعاناة كبيرة مبارحة مبارحة في الطيران وفي الطائرة اللي احنا جئنا بها الرحلة طالت علينا جدا تحضير لمباراة للأسف ما بقاش أحسن حاجة لا ندور على أعذار نحاول رغم كل الصعوبات نحن نعمل أحسن حاجة عندنا لكن كان عندي أمل أن الكاف يكون عنده تفاهم أكتر من كده للموقف بتاعنا ويكون حتى في مجال النقاش والكلام عن الموقف ونحاول نحل الموقف أحسن من كده لكن خلاص اللي حصل حصل ونحاول نحن نطلع من الموقف بأحسن حاجة ممكنة حابب أن أنا أستغل للمناسبة دي عشان أشكر سفير مصر في غير جدا لأنه بزا المجهود كبير جدا مبارح أنه نحن نقدر نيه هنا النهاردة وعمل مجهودات كبيرة جدا أنه يزل لكل الصعوبات التي كانت قدامنا كمان أحب أشكر رئيس البعثة الدكتور مهند على مجهوده كبير مبارح وبحب أشكر كمان مدير الكورو على مجهودهم مبارح أنه نبقى المعملين هنا قابلنا صعوبات كبيرة طبعا نادقاني معروف الصعوبات أين كانت كبيرة صغيرة أنت تركز في الملعب وبس بنسيب الحاجة الإدارية كأدارة أو هم اللي بيحلوها أنت كالعيد شغلك بس في الملعب تركز في الملعب 90 دي إن شاء الله ده هدفنا مكرا في المتش بإذن الله وهدفنا أنه نحن بقى أول إمتشاف نحن whenever نحن نحن سيكون كم ما يبتلكون أن نخلق كما أن نرى أن نحاولضهم في مدراته نحاول بنيابرس أحبا أن أخبر عن شمع أ أعتقد أن أخبرون في بعض المراهن نحاول صفحة إلى بعض المراهن أخبرون أيضا رغم كل الصعوبات دي نحن نقدر إن شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة نكون في كم التركيزنا إن شاء الله ونعمل المباراة كويسة عارفين إن المباراة صعبة مجموعة معقدة كل الفرق عندها نقطة مريبة المنافس عنده أمل إن هو يتأهل فهي وبيعب على الأرضه آخر مباراة على الأرض فحيبقى بيعيز برضو إن هو يحصل على ثلاث نقاط رغم الصعوبات ورغم الأجواء رغم الإختلاف الأجواء ونحن نعب بره ونحن نحن نعمل أحساب عندنا نحن نتاعب الطرق في بره لكنها متسوحة لكي ونحن نعمل من السباب أن نحن نفسي ولكنها مجددا جزوجل لنا ونحن نعمل من المباراة وأنه هناك يومنا نفسي آخر في البداية وهذا سيحدث تطور على ككوة الكثير من أن نعونا أن نعونا على مقاراة مرحل أن أولا هناك قدر عدن من مرحل لأولا وإنذ Yea انا نؤخد طريقين الناس أقوم كنت أسجد أنه ، كنت أقوم بالقوة وفرح بجلد من أجل ونتهي أسجد أن أقوم بالقوة هذه مباراة مفتوحة في التاريخ ولا يستطيع أقوم بها كل مباراة يبدأ allدا أنا أعلم أيضا أن الأهل عن التاريخ على التاريخ وأنا لا تسبل أو الناس اهو بيقول للتاريخ انا ما احترش دي من ابدأ من الصفر. خصوصا انا عارف كمان ان الاهلي على الملعب ده كسب اول دور ابطال لي. فالتاريخ مش احنا نبص عليها نبص ده مع المستهل نبص على بكرة. اهم حاجة ان احنا بكرة نكون مركزين نعمل احسن حاجة عندنا ان احنا نجيب نتيجة كويسة. نتيجة كويسة بالنسبة لي هي المكسب. لكن لو مكسبناش ان احنا على الاقل نتعادي لكن مش هناخص على بكرة. اهم حاجة يعني. اهم احنا حافظ على حصوصنا عمكين ناقص مواطشين بس في المجموعة. مواطشين يعتبر مواطشين كويسة. وان شاء الله ان احنا نحاول نتأهل بقى سرعة وقتنا ان شاء الله. بص يا استاذ ابراهيم. اهم. المؤتمر ده. بيلخص ثلاث حاجات. اي. ان طبعا عدم سعادة مستر كولر. ودي باين عليه. اهم. بالمشاكل اللي حصلت امبارح. اهم. وراسته. وانه انه انه الصعوبات. التي وجهها النادي الاهلي. واللي حرمته من الاستعداد الامثل. اهم. ولما بنقول الاستعداد الامثل. مش معنى كده ان مفيش استعداد. ولكن هو كان حاطط. مثلا انه يوصل امبارح. ويتمرن كالعادة. اي. يقوم الوصول. وبعدين ينام ويرتع وياد تدي تمرين تاني يوم. تاني يوم بيبقى فيه تكتك اكتر منه. اه تدريب. اي. اللخبطة دي قدت الى انه تحرم من التدريب. لمدة يوم. ومن الراحة لمدة يوم. اي. ولكنه. قال كلمة مهمة جدا جدا جدا. جدا. لن نلتمس الاعذار. اي وا. هنحاول نتغلب. على الصعوبات دي بحاجتين. اي. الواقعية والخبرة بتاعت فريقي. اه. وان انا عندي فريق. اه. فاهم كواس قوي. المسئولية بتاعته. وامتسلح. بانه فات بظروف صعبة كتير. ويعرف اتعامل معك. اه. الاجمل من كده ان يؤكد هذا الكلام. الكابتن. اللي قاعد. رامي. اي. ويقول برضو احنا. اه. فايتين بالصعوبات دي. لكن بيركزين. وبإذن الله. يعني. لو في جهازيتهم البدنية. اه. مع اصرارهم الشخصي. اللي هما طبعا. لو فهموا اللي حصل لهم صح. ممكن ياخدوا منه دوافع. اه. النقطة الثالثة. اللي ميستر كولر اهتم بيها. ودي لازم باستمرار. اه. يعني بدور عليها. عشان دي اللي بتريحني. لما اشعر المدرب. بيحتمل الفريق. الخصم. اه. هو المنافس. هو تحدث عنه باحترام. وتحدث عن فرصه. انه اخ خسر مننا ثلاثة. بس كسب شباب بولزداد على ارضه. اه. اللي احنا كان فاتنا انافوز. على شباب بولزداد خاصة على ارضنا. وكنا اصحاب الفرص. اه. الواقعية بقى في التعامل دي. مهمة. انك تنظر امور كده. وترمي المشاكل. وترمي ان تتخذ منها شماعة. وتروح تواجه الامر الواقع. اه. بإذن لرب انه وفقنا. دي الجملة الاخيرة دي مهمة جدا جدا. ان انت مع كل الظروف الصعبة. اطلع من مرحلة الاعتذارات او الاعذار او الظروف. لانه ده يا جماعة بيأثر في التهيئة الزهنية لللاعب. لما تفضل تقول لللاعب. انت تعرضت وانت 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 وانت. انت بتخلق اسباب جواه. قد تؤثر على مدى تركيزه ومدى جديته. لعيبتي الاعلى عندها الخبرات الكافية. المرور بالمشاكل دي في افريقيا. ده ولا واحد عالمية من اللي كان نجوم التمانينات والتسعينات بيعشوه. هي دي افريقيا وهي دي ظروفها وهي دي مكاناتها وهي دي طبيعة الرحلات الخارجية. لكن كمان الجزئة الخاصة بالتاريخ. ميستر كولر لما الصحف الغاني بيقول له الاهل لم يسبق له ابدا انه فاس في غانا. فقال له انا ما بقفش كتير عند التاريخ والدلالات بتاعته. ما احنا لنا قال له ما انا اعرف ان الاهل اخد اول بطولة في افريقيا من هنا من الملعب ده. بس ده لا يعني شي بالنسبة للنهاردة. يعني انك انت عندك تاريخ عندك ماضي عامل ارث من القيمة اللي عندك اللي بتخليك باستمرار بتسعى للحفاظ عليها. يعني التاريخ بكل مكنونات وتفاصيله يمثل قوة الدفع ليك. يمثلك الهام. يمثلك ان انت ازاي تقدر تقول كل من سبقوك تقلقوا وفازوا هنا. فانت ليه لا انت. هو ده الالهام. انما في حد ذاتي لا يضمن شي للنهاردة. اللي يضمن شي للنهاردة تركيزك وجديتك وعطائك في الملعب. دي البطولة او السفرية الاولى او الرحلة الاولى لنجم الاهل الفلسطيني وسامة ابو علي. عشان كده الرجل التصريحات اللي قالها يمكن حاخد منه بعض الحاجات. قال لك انا سبق لي ان انا سفرت مع الفريق للامارات في المعسكر. لكن ان انا اسافر. وسام ان انا اسافر اول مباراة مع الاهلي في غانا ده الامر مختلف جدا. قال ان الفريق بقبل على مباراة صعبة. انا مركز مع زميلي جدا. هدفنا ان احنا نسعى للقب جديد للنادي. قال انه سعيد جدا بوجوده في الاهلي عنده حماسة كبيرة جدا لبداية مشواره مع الفريق ومساعدته في المباراة الرسمية. قال ان المشاركة مع الاهلي خلال المواجهات الرسمية هتساهم اكيد في زيادة معدل انسجامه مع الفريق. وانه بيترقب انه يحصل الانسجام بعد كده تباعا وانه عايز الجمهير تدرك ده كويس. قال ان الدعم الكبير اللي لقاه من زميله ومن كل الناس في مصر من يوم وصوله وانضمامه للاهلي. اثبت له انه خياراته كانت صحة لما اختار انه يجي للاهلي تحديدا. قال انه بيحلم بالتأكيد انه يتوج بجميع البطولات مع الاهلي على المستوى القر والمحلي. واسعاد هذه الجمهير الكبيرة اللي هو سعيد جدا بمشاعرها تجاهه. ده وسام ابو علي اللي بيحط رجله الاول مرة في مباراة رسمية مع الاهلي بكرة امام ميدياما ان شاء الله. على المستوى الشخصي. ولست او انا على ثقة انه مش الواحدة في هذا. ان انا اتركها وزير المباراة باهتمام لحاجتين. انها ربما تكون مفتاح الاطمئنان للتأهل. ان شاء الله. نمر اتنين. انا عايز اشوفه باخينا ده. عايز اشوفه واتطمن انه باذن الله يعني بنا يملوكم السمات وربنا وفقه ويدينا القطع النقصة. باذن الله. المطلوب يا جماعة ما نستعجلش في الاحكام. بالضبط. ارجوكم خدوا بالك حاجة. لعب جديد جاي على الفريق لازم ان نراعي انه مبدئيا محتاج فترة من الانسجام. محتاج فترة من اللعب عشان ينسجم. خاصة لما يبقى جايب من الخارج. مش واخد على الايقاع بتاع اللعب بتاعنا. رتم اداء الفريق مش مش واخد عليه كويس ومش حافظه كويس. التحرك مع زميله محتاج وقت. انسجامه مع الفريق ومبارياته وطريقة اللعب. كلها حاجات. الجوانب الخططية اللي مطلوبة منه. كل ده عايز وقت. فمش معنى انك انت باذن الله تعالى اللعب يوفق. فيبقى فيه احكام سريعة قوي تقفز به لفوق قوي فتحمله فوق طاقته. وتشكل ضغوطات عليه. او لا يوفق زيه. زي اي لعب ممكن لا يوفق في كورة او في غيرها. فيتبدأ الاحكام السريعة في كل الاحوال نهدى شوية. ونحكم عنه بتقنى شوية. يبقى الحال ايه نتراقب بفضول. ايوة. ولكن ليس بتصرف الاحكام. بالزبط. ده اللي نتمناه. لكن الحقيقة لما تلاقي فيه لعيبة قبل كده خدت وقت كافي. وجاية بالذات من منطقة عربية انسجمت بشكل سريع. وعارفة الاهل ولعبت شاف ولعبت ضد وشافته كويس. بيبقى الانسجام اسهل شوية. والانسهار مع الفريق فنيا اقرب. رضا سليم الجناح المغربي. اللي غاب فترة طويلة للاصابة. رجع وشارك واستعاد وجوده في الفريق. وان شاء الله بكرة امام دياما يعزز قوة الاهل في كماسي. نشوف رضا سليم طبعاته. المبارا اللعب ضد بطل غانا. المبارا ما غديش كون سهلة. ان شاء الله احنا يا فريق الاهلي غدي نروحوا بش اننا نحقوا حت لشات ناقعة. لاش خلينا ان شاء الله في الصدارة ونساعدو ان شاء الله ونفرحو القمور الاهلي وان شاء الله. نقطة من شباب الوزداد فريق مش يسأل. الحمد اللي اننا سطعنا اننا نحقوا واحد النقطة. بحكم اننا ملعبناش بمدد ديالشار. ان شاء الله اللعبت غديكلفه في النهار دياله وغدوين نحقوا المبتغة مع الفريق الهلي. بالنسبة لي انا ان شاء الله جحش في المقموعة والعبط المائش اللي في الوزدائي. ان شاء الله نعطي العضافة في المقابلة möجهي ان شاء الله ونفرحوا اللعب ويفرحها الجمهور الإهلي وكون اعطيتже الهلي. بصراحة احنا كل ما كنتكلموا المقموعة مش غير المائش ديال غاني. ان شاء الله احنا سنحق المبتغة ونساعدها نحن نبدأ المستر كولر أننا نكونوا يد وحدة ونقدموا الإضافة ونساعدوا البعض هنا ونحق المبتغة ونساعدوا من المجموعة إن شاء الله نريد أن نشكر القموار الأهلي الذين يساعدوا اللاعب في السراء والتراء إن شاء الله أننا سنحق المبتغة ونفرحهم فارق الأهلي فارق كبير معروف إفريقيا إن شاء الله ونساعدوا من المجموعة ونمشوا كويسين في البطولة إن شاء الله بالنسبة لأحلام ديالي زي الأحلام اللاعبين كاملين إن شاء الله نفوز بالدوري ونفوز ببطولة إفريقيا والشحق بالمنشخة بالوطن إن شاء الله البطولة دي الإفريقية أي فارق هو نادي الأهلي يبغي يقدم دك لكي يربح فارق وبطل إفريقيا إن شاء الله إحنا ندخلوا أننا قد نعطوا أي فارق بقيمة دياله ونحقوا الموشغل إن شاء الله وما زي اللي بعضهم بس كيكون شوية القوة والروطو بلي كيكون شوية صعب في إفريقيا بسبب التقس أه بالتقس كيكون شوية صعب أه والجو عندهم مش مفهوم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب ريدا سليم التقس عندهم مش مظبوط أحياناً الإخوة الأشقاء المغربة يخلوك تحتاج مترجم بص يا جماعة ديالي وديالو دي اللكنة أو الكلمة اللي متعشاها بهم كل كلمة وكلمة في المغرب يقول لك الحلم ديالي يعني الحلم عندي فديالي يعني عندي ديالو عندك فيقول لك الفريق الغاني ديالو عنده فرص الملعب إحنا الحلم ديالي يعني الحلم عندنا لكن ريدا سليم كان راجل مغربي عارف صعوبة الأفريقيا والأجواء فقال لك الجو عندهم صعب شوية لكن إحنا فريق متكامل فريق عنده خبرات فريق عنده هدف والحلم ديالي الحلم عندنا إن احنا إن شاء الله نحاقى مكسب يا عدس صدارة المجموعة ويقربنا من التآهل إياك يا أستاذ غريب ماش في مطر مكرة كفاء بقى لعبة تحت أمطر شوية إن شاء الله بإذن الله كونوا الظروف كويسة المستر مارسل كولر الحقيقة الراجل ممكن محدش بياخد باله من الحتة دي عملية التحديث في الفريق ماشية بإنسيابية من الدقة والسلاسة اللي فيها ما بتحسهاش يعني محدش حس خالص إنه وفجأة رحمده خلنا أحمد نبيل كوكا وده له مطشف مطشف ربع في نص بقى كوكا لعب دولي ومحدش حس بيه هو بيعمل عملية التجديد والتحديث في الفريق ويتحت الفرص للولادة الصغيرين بإنسيابية شديدة وتحديداً في مراكز نص الملعب ما كانش سهل أبداً إن أنت يغيب عنك ثلاثة دولين كبار أليو ديانج يغيب مروان عطية يغيب وكان عمر السلية مصاب ورجع وقادي أحمد نبيل كوكا مصاب وبيتأهل ففجأة يروح إرامي ورقة صغيرة اسمها مصطفى أبو الخير هو الراجل لقته زي ما لقت السبعة ثمانية من أولادة الصغيرين اللي بيطلعهم من أين لآخر وكل ما الظروف تسمح هيبدأ يورينا حد من دول يشارسي بحد بالضبط نشوف مصطفى أبو الخير بقى في أول رحلة له هو بسافر مع الفريق انطبعاته ومشاعره أول حاجة الحمد لله يعني ده توفيه من ربنا كبير بشكر مستر كلها على السكة دي كلها بشكر الجهاز الفني كله على السكة دي يعني إن شاء الله يكون عند حصن ظنه وأقدم حاجة كويسة بإذن الله ده حاجة بسيتني جدا يعني وطبعا أي فرصة هتجيلي فأكيدا أنا همسك فيها بإذن الله بإذن الله الفرصة اللي هتجيلي هكون نمسك بها بشكل كويس والحمد لله طبعا اللعبك والله بتتكلم معايا بشكل كبير جدا يعني بيحفزوني بيخلوني في الملعب مش قلقان من أي حاجة بلعب لعبي الطبيع عادي ويعني دي حاجة بشكلهم كلهم أكيد يعني وبإذن الله نقدم حاجة كويسة فترة جاءة بإذن الله وتعجب الجمهور يعني طبعا مطش بره ملعبنا طبعا يبقى صعب جماهير وأجواء وأجواء غير المعتادة يعني بإذن الله نحقق الفوز ونرجع بالثالثة بونت بإذن الله يعني الحمد لله يعني اللعبة مداني السكة بسكة كبيرة يعني الحمد لله حيطة الجمهور أول مرة ألعبت على الجمهور مثلا أنا أكيد عندي الرهبة بس السكة اللي عندي الجاز مدهاني بإذن الله ما تخليش عندي الرهبة بتاعت الجمهور واللعبة طبعا هتفي الملعب يعني هتسندني بشكل كبير من خلال كلامهم معايا أنا شايف اللي هم هيشيلوني في الملعب أبرز التعليمات طبعا الأجواء الأجواء تبقى غير الأجواء اللي انت بتلاحب فيها الجو يبقى درجة الحرارة عالية جدا الجماعير ضغط الجماعير كل ده بره يعني ما تحطوش دماغك ركز في الملعب ركز انك تعرف تكسب التلاثة بونت ونرجع بالتلاثة بونت إن شاء الله الأول الشكل شخصي ما تكلمش معايا بس اللي هو واصلني اللي هو واصل فيها بشكل كبير يعني وده اللي هو واصلني من خلال فترة الفاتسة كلها كمان من مؤتمر الصحفي اللي هو بتعمطش بوزداد فده خلى عندي شكوة كبيرة لا ننزل ملعب باش عندي أي قلق ألعب لعبي طبيعي بس لكن ما كانش فيه أي جلسة شخصية منه طبعا جايز يعني فرصة قوية جدا مستنيها من زمان وإذن الله أمسك فيها وأقد بشكل كويس يعني وأجل الجمهور طبعا أنا طبعا حافز كبير للعيبة اللي تحت كلها أبقول لهم طبعا يعني الفرصة لما بتجيلك أعمل لعليك والباية طبعا يا با ربينا يعني وما تخافش من أي حاجة يعني بإذن الله نوعدهم بالبطولة بإذن الله ونرجع بثلاثة بنت وبإذن الله نقدم حاجة كويسة عن الجمهور النادي الأهلي تليه باسم النادي الأهلي بإذن الله الحقيقة أنا من الناس اللي بتهتم جدا بالانطباعات ومش بلدي أحكام لكن بحب أقرى شوية التصريحات البادي لانجوش طريقة الكلام التركيز بتاع اللعيب وخصوصا لما يبقى اللعيب صاعد وياخد أول خطواته إيه أولوياته إيه الجمل اللي بيكررها إيه المعاني اللي هو وصلاله متوقف عندها فأنا وصلت الحاجات الحقيقة والأستاذ إبراهيم يعني أثناء الحديث قال لي لو قد فلاحه حييجي منه واضح جدا أنه عنده تركيز عنده تركيز عاجبني أنه مدرك حجم الفرصة اللي واخدها واخد الأمور بانطباعات جيدة مش طاير وحسس بنفسه قوي أيها فيه لعيبة كده تحس إن هي شايفة نفسها بإذن الله وأنا أوعدكوا وأنا ما حتشوفوا مني لا أهوة حنجح بإذن الله بمساعدة زميلي حجم الضغوط أنا مدركها ولكن حنجح بإني الزميلي والجهز الفني دائما نصحه حيحتووني وأنا مش هتدخر أي جهد فيه الإمساق بالفرصة الإمساق بالفرصة أنا مصدقك ومستني منك طيب إذا كان كابتن الجهري يمكن كابتن أسامة عرابي كان واحد من النجوم اللي ملعب كماسي شهد الاكتشاف لأسامة عرابي لما كابتن الجهري اداله فرصة قد يكون ملعب كماسي فالحسن تاريخي على مصطفى أبو الخير لو ميستر مارسل كولر إن شاء الله يحتاجه في مباراة ميديامة حيلاقيه عند حسن الظن إن شاء الله الناس كانت ألقانة على مرمى النادي الأهل بعد إصابة الشناوي وجدل كتير أثير في المباراة بتاعت شباب بلوزداد مصطفى شوبر طمنا جدا طمنا جدا وماشاء الله عمل مباراة كويسة جدا خلت تقريبا سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب يسجل اسمه أول واحد في القائمة المحتمل إعلانها للمنتخب اللي جاي مطلوب إنه مصطفى يواصل التركيز ويواصل الإيجادة الكاملة اللي هو فيها لإنه ماشاء الله شخصية مريحة جدا وتدفع أو تطمنك على مستقبل حراسة المرمى لغاية ما يرجع السد العالي الشناوي إن شاء الله بالسلامة بس مصطفى مش لوحده هو معاه اتنين وورا منه ما شاء الله يطمنه جدا حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي المنتظر تقلقه في أولمبيات باريس إن شاء الله واحد من العناصر المهمة في التيم نشوف انطباعه وهو عالطيارة إلى غانا طبعاً احنا راحين موتش كبير وموتش مهم وزي نفس أهمية بقيت موتشاط المجموعة احنا راحين به هدف إن احنا نكسب إن شاء الله ونسعد الجماهيل ونرجع بالتلاتة بنت بيسنا طبعاً موتش اللي فات موتش كويس خدنا منه بنت بس بس ده مش هدفنا ده مش هدفنا الرئيسي إحنا دائماً هدفنا إن احنا ناخد التلاتة بنت من هاي موتش من العبوبة إن احنا نرجع مصر كسبانين وسلام ويعني كمور مبسوط مننا إن شاء الله طبعاً احنا يعني نتمنى الشفاء العجل كابتين شناوي ونقول له ألف سلامة وربنا يرجعوا لينا بالسلامة أحسن من أول إن شاء الله واحنا تحت أمر الناني كلنا يعني احنا في أي وقت الناني محتاجنا احنا جاهزين مصطفى شبير عوال موتش كبير في الجزائر وباركله عن موتش ده والناس مش عارفة الضغوطات اللي بتاعي بقى على الكون اللي ما بيلعبش فهو ادري اتخطى كل ده وادري يعمل موتش كويس وانا بباركله إن شاء الله نرجع منه يعني احنا كسبانين وعنا بتلاتة بيكتبز لهم لهم طبعاً انا انا ووفا اخوات يعني مع بعض فلنادي من زمان هاوي يعني 2008 وبعيداً عن الكرة يعني احنا دايماً قريبين من بعض ودايماً بنتكلم ودايماً بنتمنى الخير لبعض وهو لما بيبقى كويس انا كويس وهو لما بيبقى كويس هو كويس واحدة دايماً يعني نشد بعض فالتمرين ودايماً عايزين نحتى لتلات لنا بكويسين وان شاء الله الفترة الجاية نقدر نظهر لهم بيبقى بإذن الله هقول لهم يا رب نحن نقدر نطمنكم ونقدر نسعدكم في البطولة دي وان شاء الله نكون عند المسؤولية بإذن الله طيب كلام حمزة علاء الحقيقة فكرني انه بعد نهاية المباراة بتاعة الاهل وشباب بلوزاد اول حد يكلم مصطفى شوبير طبعاً اكيد الكابتن شوبير ده منتهى يعني لو كان يطول يكلمه والمطش شغال هيكلمه لكن اول حد يكلمه من بعد كابتن شوبير ربما وولدته كان محمد الشناوي وكان مصطفى سعيد جداً بدعم الشناوي ليه ده يطمنكم على العلاقة الاهلوية اللي بجد أجواء الفريق ازاي تشوف ده مع حمزة علاء حمزة علاء الحارس البديل مع مصطفى شوفوا هو بيتكلم ساعدتوا قد ايه بتقلق مصطفى وقد ايه هو دعم له وقال لك احنا اتربنا مع بعض من وإحنا اطفال صغيرين تقريباً قال لك من 2008 وإحنا مع بعض في مدرسة الكرة في الاهلي هو عمده الدعم والمسندة والثقة الكبيرة في مصطفى ولو مصطفى تكلم على حمزة تسمعوا كلام زي كده كتير وعلى مصطفى مخلوف كمان الأصغر منه موهوب هو رخر موهبة كبيرة ان شاء الله تطمنك على مستقبل حراسة مرمى النادي الآلي لكن المهم على أجواء الفرقة ده اللي الناس بتختزلها في كلمة قط الليبس طول ما العلاقات كويسة طول ما النواية والنفوس كويسة حتشوفوا حاجة كويسة بمناسبة غانة ومتعبها الصديق العزيز الدكتور حسام جمال عضو النادي الآلي بعت لرسالة على موضوع الكيسوف لايف أو قبلة الحياة قال لي هو اللي بيحصل عشان الناس تبقى عندها وعي بس انه بيحصل ضخ هوا مش شفط قال لي المصعف بيدخ هوا جامد بيدخ اكسجين بيدخ هوا جامد وبعد كده بيعمل تدليق لعضلة القلب ده ربنا يعافينا ويحفظكوا جميعا من اي سوء وعبنا ملصة اللي جاب لنا الكلام عبنا ملصة يا جماعة مدير تحرير البرنامج معنا انا عرفت ولي عامل كده دلوقتي طيب الجولة القابلة الاخيرة لدور المجموعات عشان نحطوكوا في الصورة امبي بيراميز عفوا عنده مباراة مهمة جدا في اطار المجموعة الاولى في لوب مباشي يوم السبت مع مازينبي الكنغولي ومازينبي فريق عريق وفريق قديم يمكن الناس مش واخدة بالها انه ده كان الانجلبير ده الانجلبير اللي الاسماعيلي خد منه اول بطولة في سبعين والكنغو الديمقراطية دي زئير بس تغيير الاسماع خلت الناس كتير مش رابطة بين الماضي والحاضر البراميز بيحل ضيفة على مازينبي في لوب مباشي مباراة لا تقبل القسمة على الناس بس عشان تعرف الانجلبير ده الفريق اللي وصل فاينال مع الاسماعيلي واستطاع الاسماعيلي ان يحصل على البطولة من خلاله في المباراة التاريخية اللي مصر كلها كانت الدوري واقف والاسماعيلي ده كان امل مصر كلها ايه وانا كنت موجود في المعمعة دي في الملعب اه نطقين اصور الناس متشعلها في العملية النور ما حصلش متش بهذه الكسافة في تاريخ الكون لانه سنة السبعين ومصر خارجة من اه الانجلبير اللي هما زئير اه 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 الكون والديمقراطية اللي خادت في اربعة وسبعين كاسي الامم الافريقية من مصر من مصر هنا في ملعب في ملعبنا اه ده اغرب اغرب بطولة قبل في قبل النهائي احنا كسبانين اثنون صفر خسرنا ثلاثة اثنين كسبانين اثنين صفر في الشوت التاني قلبوا الطاولة وكسبونا ثلاثة اثنين وصعدوا فاينال وخدوها وصعدوا فاينال وخدوها اه 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 طيب فبيرامز ما عندوش حل الا ان هو يكسب لو تعادل هيروح عندو اه المباراة الساعة ثلاثة في لبنباشي يوم السبت في نفس التوقيت نوازيبو اللي هو حيلعب المباراة الاخيرة مع بيرامز هنا نوازيبو هيحل ضيفة على سانداونز الساعة ستة في ملعب كابيتل انت مازنبي عندو سبع نقط سانداونز عندو سبع نقط نوازيبو عندو اربع نقط بيرامز عندو اربع نقط فبيرامز التعادل يخليه خمسة مش هيفيده حاجة لا ممكن لا بشروط بس اصبر عليه اه اطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نوازيبو سبعة. برامد خمسة. هايجي. هي صعبة. هيجي لعب مزيم بي. لو يتعادلوا هيبقى تمانية. خد بالك في الزهاب. كذبان نوازيبو تلاتة صفر. يا سيدي انا مريح لعب كله. طيب اوكي. لان كون دوفار خسرت اربعة. من غني للسوقية. طيب. حد يطلق بطولة. وغني يطلق. ماشي. عايز تقول لي برامد زهيبا عنده خمسة. هيبقى عنده خمسة. نوازيبو عنده سبعة. لو كسب. طيب. لو نعم. هيبقى هيقف عند سبعة. لو تعادل. لو خسب طبعا حيبقى سبعة وسبعة. ايوة. لو تعادل. تعالى في الجول اللي بعديها. خش بقى هيبقى تمانية. في الجول اللي بعديها. برامد زه هيكسب. يبقى ايه? الخمسة تبقى تمانية. الخمسة تبقى تمانية. نوازيبو هيفضل سبعة زي ما هو. لانه برامد زهيكسبه. اه. ماشي؟ طيب مازينبي وسانداونز مازينبي وسانداونز لو سانداونز خلاص كسب نوه زيبو يبقى بيراميد اتاهل او اتعادل معاه حتر لا لو اتعادل ايبقى تمانيات انت هتاخد النتيجة المباشرة لو تساوى تمانية مع بيراميدز الافضلية لهو او كسبان هناك اتعادل هناك وكسب هناك احنا هيكسبوا بقى بيراميدز هيكسب مين مهو هيلعب نوازيب ومش هيلعب في سانداونز عنده العك لو وصلوا كلهم سانداونز لو خسر المطشين هيفضل سبعة احتماله اتنين في المية لكن موجود بيراميدز اي نتيجة يعني انت لو مازينبي بيلعب سانداونز تفتكر هيتعاطف معاه ولا عايز يقصيه ويرتاح منه حسب الملعب يعني ما عنتقدش هيبقى فيه حزبة غير ان انت عايز تسعد عايز تسعد لا حيكون صعب اصلي انت اسمه ده مازينبي حيبقى تمانية لو تعادل او كسب حيبقى خلاص صعب طيب دي المجموعة الاولى بالحزبة اللي هي فيها لكنه حتى سانداونز كان المجموعة مش اولها المجموعة التانية تمتخيلين جار الزمن على الوداد زمن جار على الوداد لانه رئيس النادي عبدالعلي الناصري التهم في قضايا خاصة بالزمة المالية والتجارة الممنوعة وتم الابض عليه ومود على السجن حاليا فالوداد تهزة هزة ادارية شديدة جدا النتيجة اللي حصل وصل ان الوداد وداد الامة اللي كان المنافس المباشر للاهلي في الثلاث سنين اربع سنين الاخير في الثلاث سنين الاخير وهو من فرق المقدمة التقال والمتآهلين مع الاهلي مبكرا لكاس العالم في البطولة ما هو لعب الفاينال مع سنداون الوداد يا جماعة عنده ثلاث نقط جار الزمن بقى عنده ثلاث نقط فقط في المجموعة اللي بيتصدرها اسك ميموزا لإفواري بعشر نقط وسبا التنزالي بخمس نقط وجالاكسي عنده أربع نقط اسك سعد يعتبر خلاص المجموعة ديت بكرا الجمعة اسك في ملعبه هيستقبل سنبا ساعة تسعة في ملعب فليكس بوانية اللي شاهد بطولة كاس الأمم الاخيرة جالاكسي هيستضيف الوداد الساعة تلاتة يوم السبت فطبعا الوداد عنده صعوبة شديدة جدا انه ينقص فرصه لو كسب الماتشين هيوصل تسعة بونت يكسب تسعة بونت لكنه لو جالاكسي لو اسك لو كسب الماتشين خلاص جالاكسي برا طب سنبا لو عمل نتيجة مع اسك لو سنبا اتعادل او خسر فرص الوداد قائمة في انه يكسب الماتشين الجايين هنشوف المجموعة الثالثة رغم انها ايه الاول عشرة هو تلاتة المجموعة الثالثة مجموعة عربية باستثناء بيترو اتليتكو النادي بتاع جيلبيرتو وفلافيو الهلال السوداني بيستضيف بيترو اتليتكو يوم الجمعة ستة في ملعب شهداء بنينة كله عنده حظوظ ده النجم الساحلي بيلعب مع الترجي في كلاسيكو تونسي في ملعب رادس يوم السبت الساعة تسعة لو تعادلوا هيخلصوا على بقى الحظوظ هنا متاحة بيترو اتليتكو الانجولي متصدر بالتمن نقاط الترجي خمسة والنجم الساحلي اربعة والهلال اربعة فالمسألة مشتابكة جدا الهلال لو كسب حيبقى سبعة الهلال لو كسب بيترو اتليتكو هيبقى سبعة بس الترجي هيعمل لما عن نجم الساحلي النجم الساحلي هيبقى سبعة لو تعادلوا هيخلصوا على بقى المجموعة الرابعة مجموعة الاهلي مدياما والاهلي الجمعة الساعة ستة في ملعب بابا يارا يانج افريكنز بيستضيف بالوزداد يوم السابت الساعة ستة في بنجامين مكابا والترتيب زي ما كلكم عارفين الاهلي ستة بالوزداد خمسة وينج افريكنز خمسة ومدياما اربعة شديدة التعقيد وكل النتائج واردة فيها فاحنا عشان كده بقول يا رب نعدي الماتش بتاع مدياما ده كويس طيب الاهلي مهم انه يحافظ على الصدارة ليه على فكرة اخر تلت نسخ لدور الابطال الاهلي ما بيطلعش اول بيطلع تاني وعلى رأي الكابتن طرق دياب المحلل التونسي الكبير قالك الاهلي في الادوار الاقصائية غير الاهلي قبل الاهلي لما يوصل للادوار الاقصائية شخصيته هي اللي بتفرض كلمتها الاهلي يطلع تاني لكنه لما بيطلع تاني بيلعب اوائل هنا الميزة لو انت حفظت على الصدارة وتهلت اول اول ما هتخلص دور المجموعات الاتحاد الافريقي بيعمل قرعة بيحط في الدورق ده التلات او الاربع فرق الاقوائل وهنا الاربع فرق التواني ويعمل قرعة واحد من هنا يلعب واحد من هنا فانت لو طلعت اول هتلعب احد التواني بتوع المجموعات التلاتة الاخرين لكن اللي فارق النقطة التانية انك تلعب ماتش العودة في ملعبك الادفانتج او الميزة الميزة الاضافية ان انت اوائل المجموعات يلعبوا مباراة العودة في الدور اللي جاي دور التمانية في ملعبك ماتش عارف ايه منطق الكورة ان كل البطولات اللي خدتها بره ملعبك يعني انت انت لما اهلت على حساب الوداد مش كده مش كان بره ملعبك وقبل كده في كايزة تشيفز مش كان بره ملعبك بس انت مع الوداد برضو البطولة اللي فاتت لما لقبل اللي فاتت لما كانت من مباراة واحدة خسرتها في المغرب لا دي بطولة مغريبة اه لانه ما كانش فار الاصل في المسألة الاهل يحتفظ ويسعى للحفاظ على الصدارة لانه المكاسب النوعية فيها مهمة جدا وبتريح الفريق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي مدام الاهلي دايما حاطت قدام عينيه المسئولية الوطنية بتاعته ودوره تجاه هذا المجتمع واحدة منهم ازاي تقدر تتعامل مع كل الحاجات اللي بتتعامل بهدوء شديد جدا وبحرص على العلاقات علاقة الاهلي وبعال اسماعيلي علاقة منظورة دائما للجدل لكن الحياء كانت فيه ارهاصة جميلة النهاردة والاسماعيلي بيستضيف فريق الاهلي موليد 2007 في دور الجمهورية الاهلي فاز 2-0 بس المكسب الحقيقي مش في النتيجة في هذا التكريم اللي انتو شفتوه والاجواء الطيبة اللي اتعاملت فيها المباراة والصورة المشتركة اللي شفناها شفتو الصورة بين الولايات الصغيرين لاب الفريق النادي الاهلي ويكرم بدرع فيه تأدير وفيه حرص على العلاقات الطيبة التي يجب ان تكون ويجب ان تعود على مستوى الجمهورية هذا الكلام هي تلقي الاهلي دعوة طبعا لزيارة النادي الإسماعيلي بالضبط يعني عايزة اقول ايه؟ لو هناك رغبة في تصفيت الاجواء المسؤولين والقيادات وعناصر لعبة تقدر تنجح هذا الكلام مش عايزة منقشة ده بالتأكيد على فكرة هذا الحرص على العلاقات الطيبة حتى مع الاشقاء خدوا بالكو الدبلومانسية الرياضية للنادي الاهلي يتكتب فيها ملاحم بالزاد في الجزائر شفتوا الاهلي مع شباب بلوزاد التكريم والحفاوة والتأدير والحب عامل ازاي حتى عند المنافسين بعد مباراة الاهلي وشباب بلوزاد لو سألت الطاقم الفني بتاع بلوزاد هتلاقي كل الكلام الطيب عن النادي الاهلي والتأدير لقيمة النادي الاهلي حتى المحللين العرب في استوديوهات التحليل دايما ما بيذكره الاهلي بتأدير كبير جدا وبقيمة حقيقية بعد المباراة على الهاتف الزميل كريم رمزي سأل نسيم اسرير مدرب حراس مرمى فريق شباب بلوزاد بعد ما الاهلي حقق تعادل مهم له في الجزائر نشوف مدرب حراس بلوزاد رأيه في الاهلي وحارس مرمى ايه هل توقعتوا ان الحارس الثاني للنادي الاهلي يكون بهذا المستوى في هذه المواجهة هو فريق الاهلي عنده حراس ممتازين مناظر عن الحارس الشناوي اللي تمناوله ان شاء الله انه يعود في عقرب وقت للفريق رغم هذا انا مصطفى قدم مباراة جميلة وكانت عنده عدة تدخلات في المباراة لقدر باش يحافظ على نظافة شيباكو ويعني كان خمسة تسديدات في المرمى كان مصطفى في المستوى في الخمسة تسديدات هذه نظن ان حارس الاهلي قدم مستوى لباس به وخلى الفريق يعني يعود بنقطة التعادل يعني نقدر نقوله انها نقطة بطعم الفول كلام عجبني فيه ان هو رصد تقلق شبير وحياة وطبعا واضح احترامهم بالنادي اللي هيا يا سيد زفراهيم سواء نكزموا سواء نتعادلوا سواء نخسروا الناس دي الحقيقة يعني طول عمرهم بيعكسوا احترام وما بنشوفش غير كل خير يعني مشوار الجزائر بقى من مشوار المحترمة يعني طيب على الصعيد الفني الاهلي تعادل مع بلوزداد وبنقطة التعادل راح بيها على غانا تأثير نقطة التعادل اللي طلع بيها الاهلي من بلوزداد على مساره الافريقي في المجموعة اعتقد الصخرة والجمعة واحد من صناعة التجربة الزهبية للاهلي مع منو الجزيه في هذا المعترك اعتقد رأيه مهم الموسم الثالث على التوالي الاهلي يحقق انتصار واحد في الاربع الجولات الاولى يبدو اتناش في الطريقة بطولة اتناش يبدو في الطريقة يعني خلينا احنا توقعنا سوء الاداء من النادي الاهلي نتيجة المشاكل الكتير اللي عند الفريق قبل المباراة مهند اتناشر لاعب غايب للاصابة توقف اكتر من خمسين يوم عن المباراة الرسمية للنادي الاهلي الاهلي نهاردة كسب نقطة وكسب مصطفى شوبر عمل خمس تصديات النهاردة شوط التاني تقريبا اداء فردي ممتاز ويعتبر افضل لاعب الاهلي في مباراة النهاردة انما زي ما قلت لك هي نتيجة كويسة لنادي الاهلي هتحافظ على اماله خاصة المباراة الاخيرة عندنا مع يانجا افريكنز في القاهرة المباراة اللي جاية قدام دياما في غانا حافظ على صدارة المجموعة نتمنى يعني النتيجة دي ما تبقاش لها تأثير سلبي على النادي الاهلي انا شوف ان هو تأثير ايجابي خاصة مع بيل وزداد والمستوى اللي ظهر به فريق جيد وفريق محترم وفريق مميز جدا فهو تعادل كويس للنادي الاهلي في ظل الظروف اللي هو فيها رصد واقعي من كابتن وقل الجمعة لظروف المباراة يرى انما تحقق لا بأس به في ظل ظروف توقف خمسين يوم غيابات كثيرة عدم الجاهزية اللعب خارج الارض كلها ظروف بتقول خلي بالك ان التعادل النتيجة اللي دمات قيل ما حاشو يحبها يعني هو ينظر اليها انها افضل اسوأ نتيجة او اسوأ افضل نتيجة يعني بناخدها تملي تمحمل افضل اسوأ نتيجة او اسوأ افضل نتيجة انما في الظرف ده نحققه افضل اسوأ نتيجة انك انت ما زلت محافظة على صدرتك لكن الجولة دي يعني ما تلعبتش تقريبا فانت بالنسبة لك فيه مطشات كده تقول ايه ربنا عديه على خير وده كان احساسنا قبل المباراة ويا رب باستمرار يعني عديه على خير لان طبعا دور المجموعات بقى صعب جدا في السنوات الاخيرة على كل الفرق على كل الفرق والاهم ليه بيتأهل بصعوبة بقالوا فطرة في دور المجموعات ولكنه ينطلق بمصار حقيقي طب ما فكرتش ليه شوية يعني ربما ربما ليه مش بقول ده السبب يعني انك انت في المجموعات بتلعب فرق متعطشة للتأهل عندها فرص تانية فلي ممكن يلعبك على نتيجة التعادل ويخطف جوا انت بتلعب في ظروف صعبة وملاعب صعبة احيانا لانها فرق مش كلام التصنيف الاول لما بتروح بقى للمباراة الاخصائية بتروح للفرز الاول بقى انت بقى لك زي ما انت بتقول كده المتصدرين بقى هتلاقهم ايه هتلاقى الوداد هتلاقى الترجي هتلاقى سانداونز هتلاقى يعني انت بتروح تلعب الفرز الاول ملاعب حلوة اجواء حلوة فرق عندك برياء بتلعبك متشاط تهاجمك وتهاجمها ودي بتخلق فرص للإبداع الكروي اللي عنده مهارات بقى يقدر يغتاني بالفرص فتجد النتائج والأداء بيبقى أفضل بكتير بالنسبة للنادي الان ربنا عديه على خير ونوصل للمرحلة دي طيب كابتن وليد صلاح الدين برؤيته الفنية للوضع اللي كان عليه الآلف في بلوزداد شاف النتيجة كانت ازاي نشوف يعني مباراة كانت مهمة جدا للنادي الأهلي علشان هو في دور المجموعات اللي المفروض يتأهل منه كأول مجموعة وعاقق كبير جدا عدد الأيام اللي النادي الأهلي قعدها بدون مباراة رسمية مع كامل الاحترام طبعا لكل الأراء إن بتقول للأهلي لعب مباراة ودية لكن حضرتك وانا عارفين كواس قوي إن المباراة الودية مختلفة تماما عن الرسم ده صحيح الرسمي من أكتر من خمسين يوم الأهلي كان بلعب فيوتشار في السوبر وكسب أربعة اتنين الله يكون فعون اللعيبة أنا بصراحة بشكر كل اللعيبة طبعا تحديدا اللي فضله في الملعب يعني كل الشكر لكل اللعيبة اللي فضله في الملعب الكبار بالذات علي معلول يعني حاجة حاجة هايلة بصراحة ياسر إبراهيم هايل محمد هاني محمد هاني يعني عانى كثير جدا من النهاردة الشرط الأول مصطفى طبعا رائع في أول اختبار وتحدي قوي جدا وبصراحة كمان زكاء شديد جدا من محمد عبد منع من ياسر إبراهيم من محمد هاني اللعب النهاردة في الأمان طبعا جمهيري النادي الأهلي لازم تبقى واخدى بالها من البعد الكبير ده لازم بيأثر في الأداء اشتغلنا قسم المباراة مستر كولر لتأسيمات أول عشر دقائق ضغطنا ضغط عالي وده زكاء برضو من نصف كولر رحنا بفرصة أو باثنين طاهر حسين بعد كده ردنا لنص ملعبنا وده طبيعي عشان فارق المستوى البدني في الآخر شوية رحنا بفرصتين كان يقدر حسين الشحات أو طهر يخلص الموضوع بدري فعلا دي نقطة بطعم الفوز وما يضايقش جمهور النادي الأهلي لأن ده طبيعي لا جمهور في حالة رضا بالضبط لأنه عارف الظروف كلها والأجوال الأهلي دخل في المباراة بالضبط يعني برضو يعني لما تشوف تحليله متفق إلى حد كبير ما تحليل الكابتن وقل الجمة وتشعر إن الكابتن شو بير من التعليق الأخير وبقوله جمهور يعني أنا بقوله قال الجمهور راضي جدا ومدرك هذا الكلام وده اللي ده ما اللي بقوله اعمل اللي عليك الناس خلاص خد بالأسباب دايما أنا مع فكرة خد بالأسباب وتفق ما تأسرش لا صح مع محدش يجي يقولك ما عملتش كده ليه فتاني وتالت وعاشر ربنا عدي على خير نشوف كابتن ضياء السيد ودايما ضياء رأيه مهم فنيا ظروف الموتش ده كمان تحديدا بقاله فترة خمسين يوم ما فيش مبارات رسمية عادة دايان كبير جدا ده حتى بتاخدش ما بين الموسمين صحيح فطبعا ده يأثر بشكل كبير جدا ويأثر فإنه الفترة بتبقى صعب علي ومدرج بيعمل فترة اعلان دي ده وبعليه نخش في مبارات ودية ما بين بقى تحصل لصابات ما بين ما بتبقاش فيها الأمور الرسمية بشكل كبير جدا على عكس طبعا الفريق منافس بيلعب دوري بتاعه لا الشباب ملز لاعب حوالي 7 مبارات بعد منتخب الدزائر خرج لاعب حوالي 7 مبارات في الدوري فطبعا ده بيأثر بشكل كبير جدا على أي فرقة أي فتاة أنا بشوف التعادل ده مكسب لو كلمتك طيب عن أبرز يعني نتائج هذه المبارات وأبرز الأشياء اللي انت شفتها وإكتشفتها في هذه المبارات أبرزهم من أبرز حاجات نحنا خدنا نقطة ما حصلتش خسارة حاجة كويسة حفظت على صدرات المجموعة مصطفى شبير كان وقف كويس بثقة كويسة جدا ودفع المرمج في فكل كويس ياسر طويم كان كويس عمنيم كان كويس طبعا برضو زي ما أنا بقول لك التوقف ده أنك تكسب نقطة دي حاجة كويسة جدا نفس الكلام إذن هي أسباب وقعية لما يتفق كل الخبراء دول أنه في فترة التوقف الطويلة والعمل البدني والضغط اللي مارس به الشوط الأول ما قدرش يكمل بيه الشوط التاني ثم الاتفاق على النجوم الماتش مجموعة الدفاع وفي مقدمتهم مصطفى شبير يبقى الكلام ده نضرب له تعظيم السلام مصطفى شبير في مقدمتهم مصطفى شبير هي عايزة طب لو أحمد شبير يبقى رأيه في مصطفى شبير إيه مش التالي بتحرجع مارسي كلها قالت رأيها بس رأي شبير حارس مرمى الأهلي عن مصطفى حارس مرمى الأهلي ربما يكون رأيه مهمة نشوف اسم النادي الأهلي برضو جماعة بيفرق يعني بيخلي الفريد اللي قدامك بيبقى عنده نوع من أنواع الألق شوية للأهلي بيجيد الهجمات المرتدة فهو أمن نفسه كويس أوي باكيتة ومدرب شباب بلوزداد في النفس الوقت الحقيقة أعتقد أنه دفاع النادي الأهلي وحارس مرمى كانوا في أفضل حالاتهم مروان عطية أعتقد عمل مباراة كالعادة من مباراة الجيدة إبا معشور عمل مباراة جيدة قلبية دفاع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم عملوا أيضا مباراة جيدة مصطفى شبير عمل مباراة جيدة محدش يلوم قوي على أكرم توفيق جماعة لأنه أكرم غايب بقاله فترة طويلة عن المكان ده هو لعب اضطراريا إصابة كوكا ووفاة والده وأيضا الإصابة المفاجئة الأليو ديانج فالرجل اضطر الأكرم هنا فأكرم الحقيقة لعب يعني 76 ديئة كتر ألف مليون خيره مفيش لعب أثر في النادي الأهلي مكاسب الأهلي كتير في هذا اللقاء أهم مكاسب بديل لحارس عظيم حارس كبير حارس مرمى مصر الأول محمد الشناوي وبالتالي الأمر ليس بالسهل لأنه يلعب مباراة في الجزائر خارج ملعبه أمام جماهير صعبة أمام جماهير كثيرة جدا جدا ثم يعني أمطار فيها الشوط التاني أمطار غزيرة في الشوط التاني لكن الحقيقة تقدر تقول أنه الاتنين قلبي الدفاع عملوا مباراة هيلة جدا ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم بلا أخطاء على الإطلاق النادي الأهلي حقق ما أراد وده المطلوب حتى تغييرات كولر يمكن بعض بيرها متأخرة شوية أنا شايفها مش متأخرة تدخلات كولر أعتقد كانت مناسبة وعلى قد المباراة المهم أنت راجع بإيه في النهاية أنت راجع بنقطة خلتك لسه على صدارة المجموعة الأهلي كده يكسب مباراة وتعاد المباراة يضمن أنه يسعد ماشي يا كابتن الأهلي اتمئلنا على مصحة على حرات المربا وده حقيقي وهو فيه اتفاق برضه إنك أنت بس هو أضاف الحقيقة يعني عمل فوكس على اللعيب مهم جدا أكرم توفيق ما تضغطوش بقى في التقييمات منتظر إيه من اللعيب بعد غيابات ده كله بتجيبه في مركز بقى له فترة ما بيلعبش فيه صحيح فلا ممكن محتاج ماتش اتنين ثلاثة هتعود هتلاقوا خالب الأسد في الحتة دي بس إن شاء الله طيب دي كانت تفاصيل يا جماعة إيه اليوم الصعب ده إيه اليوم الصعب ده من أول رحلة التحرك من القاهرة ثم أكرى ثم كماسي وكل التفاصيل اللي انتوا تابعتوها وشفتوا حتى البيان بتاع شركة مصر طيران حوالين تفاصيل ما حدث لكن إذا كان ده اليوم الصعب فخلينا أقول لكم إيه اليوم الحلو ده إيه اليوم الحلو ده الحقيقة تاني مع الاحتفاظ بالحق يوه من القيعي لأن هي مؤلفة إيه اليوم الحلو ده وغناء أحمد سعر لكن هي الحقيقة ألهمتنا بهذا العنوان لغلاف مجلة الال مجلة الال العدد اللي صدر النهاردة أو كان في السوق من مبارح هو عنوان لكل المناسبات يعني كان بهذا الوضع اللي انتوا شايفينه يمكن لأول مرة أولا مجلس إدارة الزمالك مع مجلس إدارة الناد الآلي وأن يظهر مجلس إدارة ناد الزمالك ورئيسه كابتن حسين لبيب على غلاف مجلة الال فاحنا بصدد تحول كبير انه يباني كابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب في مقدمة الصورة وقدامهم عالم الآلي وعالم الزمالك فاحنا بصدد حدث تاريخي ان انت تلاقي ناد الزمالك بيستقبل الناد الآلي على الريد كاربت او على السجادة الحمراء ده ابتكار رائع يعني تقديرا وتوقيرا ده تحول كبير الحقيقة الحقيقة الجملة التمهدية للمنشط كانت ايه انه في يوم الاثنين تسعتاشر فبراير عشرين اربعة وعشرين لبى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة الكريمة من نادي الزمالك لزيارة النادي وسط ترحاب وحفاوة وتقدير من نادي الزمالك الشقيق برئاسة كابتن حسين لبيب وهتاف اعضاء بالزمالك بيبو بيبو ان يهتف باسم بيبو داخل نادي الزمالك وان يقف مجلس ادارة النادي الاهلي على السجادة الحمراء ويستقبل بكل هذا التقدير والتوقير لا ايه اليوم الحلو ده بجد الضفر ما يطلعش باللح اه يعني الناس عمالة تتكلم على العلاقة والاخوية بتاع حقيقة ايه اللي قالوا الزمالك من واقع مسؤوليتهم عن الكرة المصرية والرياضة بشكل عام اه والمكان اللي قدروا حطوا الكرة المصرية والرياضة المصرية اقليميا فيها لما كانوا الاثنين اه يعني في عنفوانهم ويقدروا من خلال العلاقة الجميلة جدا ان هم يعني يعني يعملوا ما تستحقوا مصر منهم اي فانا انا شاف ان دي بداية لعودة المعالي دي كلها طيب اللي انت بتقوله ده استلفت واسترعى اهتمام عدد من كبار الكتاب يمكن دي دي جوانب الزيارة بكل تفصيلاتها واعتقد احنا الحلقة الماضية تناولناها باسهاب الاهتمام الاعلامي الكبير الزمل المصورين المواقع ورغم الدحام العصل فيه تنظيم اه هذا الاهتمام او هذا الغلاف للاهلي استرعى اهتمام وتقدير الكاتب الصحف الكبير الوساس حمد رز رئيس تحرير مجلة المصور السابق والاعلام الكبير في صدى البلد كتب حمد رز في مقالته في المصر اليوم بيقول انه في يوم الاثنين 11 فبراير عشرين واحد وعشرين تسعتاشر فبراير عشرين وعشرين عشرين اربعة وعشرين لبى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة الكريمة هو فتح اقواس هو مختبس الجملة اللي على غلاف المجلة وبيقول اعلاه نص مكتوب على غلاف مجلة النادي الاهلي بمنشط بمنشط احمر قاني وبكلمات موحية من اغنية الفنان احمد سعد الزائعة ايه اليوم الحلو ده فوق صورة نادرة تجمع مجلسي ادارة قدبي الكرة المصرية صورة طالما تمنيناها وطلبنا بها لصالح وطن عظيم اسمه مصر وهو المعنى الذي لخصه الكابتن الخطيب في كلماته القصيرة بيقول كمان الاستاذ حمد رز لفتان الغلاف يترجم اشواق الجماهير الحمراء والبيضاء كانت مطلب جماهيري احمر ابيض مطلب جماهير مصر على اختلاف الوانها وحدث بعد طول شقاق مصطنع لاسباب يطول شرحها ولتكتمل الصورة في شوق لصورة تجمع بين مجلس ادارة النادياية الاهل والمصر قريبا يقرؤون الفاتحة على ارواح شهداء استاذ بورسعيد ويفتتحون عهدا جديدا وصورة اخرى تجمع بين مجلس ادارة النادياية الاهل والاسماعيلي تغسل ادارة مرحلة سبقت الله لا يعديها ايام الله لا يعيدها ايام الصورة الاخيرة تأد فتنة جماهيرية عمل عليها بعض مرضى القلوب فتنة كروية استغلت سياسيا من اخوان صهيون وعملوا عليها والمؤلفة قلوبهم لفسخ اللحمة الكروية المجتمعية لاحداث فوضى في المدرجات ولولا القرار الحكيم بتحديد اعداد الجماهير لحدث ما لا يعلمه الله ومجزرة بورسعيد نموذج فج ومثال صارخ لاستغلال التجمعات الجماهيرية في خلخلة حالة الاستقرار والامن وبيقول حمد رزق تخيل ان وراء هذه الصورة الجميلة روح جميلة روح طيب الزكر الوزير العمري فاروق والعمري لو لا ذكراه الطيبة لما كانت هذه الصورة صاحب الزكرى العطرة كان في وزارته عادلا مع نوادي مصر جميعها سيما نادي الزمالك كحرصه على ناديه الاهلي لذا كانت روحه حاضرة واكتذب في مرضه الاخير زيارات بيضاء لافتة كان المقدرين في مجلس ادارة الزمالك ملتفون او المقدرون في مجلس ادارة الزمالك ملتفين حول سرير العمري وهو في ملكوت الله اللفتة البيضاء تعمقت في عزاء العمري يرحمه الله في مسجد المشير طنطاوي وزيارة تعزية زمالكوية للنادي الاهلي كانت مؤثرة وعظيمة الاثر ولب المجلس الاحمر برغبة عارمة الدعوة البيضاء بالزيارة ووقف الجميع في ميت عوبة يقرؤون الفاتحة على روح العمري الشفافة التي جمعت شمل الاحباء صورة صورة بألف مما تعدون ترسم مستقبل العلاقة بين الكبيرين وليت الجماهير تفهم المغزى العميق للزيارة الحمراء إلى القلعة البيضاء ومستوجب استدامة مثل هذه الصور الملهمة وتعويض الجماهير بصور تغير تعبن عن روح جديدة تسري في الحالة الكروية التي عانت طويلا من احتراب لا محل له من الإعراب وبيقول حمد الرزق في مختتم مقالاته ومقترح صورة تجمع الفريقين معا وينزلون الملعب معا كل نجم في كتف أخيه يحملون عالم مصر في استاد الأول بارك بالسعودية ويهتفون جميعا لأغلى اسم في الوجود شعار النهائي يقصد نهائي الكأس القادم 8 مارس شعار النهائي 100 سنة كورة يستحق صورة 100 سنة محبة وأرجو أن تعمل عليها اللجنة المنظمة لقمة كأس مصر اختراح جميل جدا صورة تجمع جماهير الناديين معا في مدرج واحد يحملون عالم مصر ويدخلون دخلة مصرية بعالم مصر كثيرة هي الصور الحلوة خلونا نغني مع أحمد سعد إيه اليوم الحلو ده وليته يقود الجماهير في المدرجات يغني ليوم من أيام مصر الجميلة يا سلام على الاختراح يا سلام على الفيجن والرؤية بتفاصيل هذا الاختراح يريد إنه اللعبة تنزل مع بعض وإن الجماهير تخش مندمجة خاصة إنك إنت في الصورة الضوابط كافية ويأتي يخش بأعلام مصر حلوة بتعلي الكرة مصرية إيه إيه إش أنت بتود دربي وكرة مصرية ترجم يرفع على مصر اختراح فعلا مستوجبة لا لا ومناسب للظرف اللي إحنا فيه ومناسب للمعالي الكثيرة اللي بنشوفها بالأشقاء في السعودية لمن دول يعني موضوع يعني حيترجم حاجات حلوة طيب إذن اللجنة المنظمة لنهاء الكاس بين الأهل والزمالك 8 مارس في الرياض يا ريت مثل هذه التفاصيل يتعمل حسابها إنه يرفع على مصر الجماهير مفيش مشكلة إنها تدخل مندمجة خاصة إن الجماهير كلها أو غالبيتها من العاملين في السعودية اللي عايز يلبس فنلوت يلبس آه لكن عدوا جنبه بعض مرة بالضبط بالضبط هيكون تحت ضوابط وتحت نظام طبعا هتمنع إذا كان هناك أي تكاتلات عايزة تاخدنا في سكة أيوة مش مزبوطة فوحدة الصفة هتبقى قوية ما مش يبقى التوزيعة دي مش هتسمح لمن هنا بخروج عن المألوف حتى لو حدست بعد الترشقات الفردية ودوارد بين الجمهير الواحد ولن تحدث أنا بقولك لو دخلين بعلام مصر مش هيحصل حتى لو كل نادي جماهيره قعدت لزوم الهتاف والتشجيع في جانب يبقى الروح حلوة والفواصل اللي اعتدناها المشددة أمنية ما تبقاش موجودة أنا نفسه أشوف زي والعالم مصر هو اللي يجمع أنا بقولك زمان انت بزم ما حضرش انت الأيام دي أه ما حضرت عادت جاب زم الكوية وترسانوية ومحلوية في اللسات أي وبنتكلم بعض ونغيز بعض ونضحك مع بعض ونمشي ولا اخناقة ولا ديول طيب حمد رزق في تقديره الكبير لإيه اليوم الحلو ده ما اختلفش عن النقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود معروف اللي كتب في الجمهورية الخطيب والأبيب وقال محمود معروف كانت مبادرة رائعة من مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة نادي الزمالك توطيدا للتعاون والصداقة والمحبة ما لفتش نظرك في مقال أستاذ حمد رزق ما كلهش عنوان اكتفى بالعنوان بتاعك إيه اليوم الحلو ده طيب قال كمان الأستاذ محمود معروف الترحيب بوفد الأهل بزيارة محمود الخطيب ووقفت تهتب بيبو بيبو بيب بيب الخطيب وحسن لبيب وقد ظهرت الفرحة والسعادة على وجه محمود الخطيب لهذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة كانت لفتة رائعة من الحضور الوقوف دقيقة حددا على رحيل العمر فاروق نائب رئيس النادي الأهل الذي أشاد الحضور به كثيرا الحقيقة أن الفرحة عمت أرجاء نادي الزمالك وتكدس الألاف من جمهيره خارج الأبواب ليكونوا في استقبال مجلس إدارة الأهل ورئيسه محمود الخطيب اعتبرها الجميع بداية جديدة لعلاقات رائعة متميزة بين الناديين الكبيرين وسينعكس ذلك على مباراة الناديين في السعودية ونحن بدورنا ده الأستاذ محمود معروف ونحن بدورنا نتمنى أن تكون بداية جديدة بالفعل ونرى الحب والتعاون بين جمهير الناديين الكبيرين في المباراة المقبلة وأولها لقاء القمة في الرياض وكم أود أن يوقع الطرفان على وثيقة تعاون من أجل النهوض بالرياضة المصرية وعن مرحلة جديدة من التعاون والحب في الفترة المقبلة ونتمنى أن يقوم مجلس إدارة نادي الترجي بزيارة قريبة للنادي الآلي ويرافقهم بعض ويقصد نادي الزمالك بس هو كتب الترجي معرفش إيه اللي جاب الترجي يمكن عاجيني للتجربة تبقى بالأشقاء وهذه المبادرة ستنعكس على باقي الأندية المصرية ويسود الحب والتعاون بين الجميع ولعلها فاتحة خير بين كل الجماهير في كل المبادريات وكل المباريات الرياضية اللي تبقى مصر هي الأهم وهي العظيمة في الوطن العربي وأفريقيا الحقيقة كلام أيضا مهم جدا وخطعا هنا يقصد الزمالك لأنه لم يذهب إلى تونس أبدا ما أشرش لكن هي غلطة إنما المعنى إيه يا جماعة لأنه بقول لك يرفقهم بعض أعضاء كبار الزمالك فهو بيقصد الزمالك الأصد في الموضوع ده إيه في تقدير حمد رز وتقدير محمود معروف مع الحفظ كل باللاقب والاحترام لاحظ تأثير النجم على الجمهور دي مسألة في غاية الأهمية إنه تقريبا محمود الخطيب برأس حربة الفكرة إنك أنت آه مجلس إدارة النادي الأهلي جاي ييجي نادي الزمالك فييجي في توقيت إنك تلاقي أعضاء في الزمالك بيهتفوا بيبوا بيبوا هم عندهم كل التأدير والاحترام للنادي الأهلي بس يظل ومضت النجم لها تأثير على الرأي العام والمزاج العام ودي الأمور اللي يجب الوقوف عندها بتقدير واهتمام لما يكون يا أستاذ ابراهيم النجم ترجمة لما هو طيب وإنه قدوة بالفعل أيوة إنه تأثيره أعمق هيبقى مطلوب إنه يعني إنه يكون موجود هذا نموذك باستمرار لإنه ده تأثيره أعمق مش على أنصارك بقى أيوة ده تأثيره على المجتمع ككل هي دي دي الفكرة اللي أنا عايز أقف عندها في تأدير حمد رزق وتأدير محمود معروف إنه تأثير سلوك المسؤول أيوة لما يبقى مسؤول لما يبقى مسؤول وأنا أعتقد جازما ما حد تعرض لما تعرض له محمود الخطيب في شخصه من إساءات في المنطقة دي عبر سنوات طوال إنه تتقدم النموذج في الالتزام والانضباط والمسؤولية مردودة هو اللي حصل في اليوم ده ما تعرض له معلش ما تعرض له الخطيب ومجلس دارة النادي الآلي الفترة الفاتت لم يكن بضغوط الخارج فقط ده كان فيه ناس كتير جدا ممن يحضون الانتماء الأهلاوي يقولوا له ايه في ايه كان يصوروا الأمر وكانه ضعف أيوة خلينا أكمل الفكرة في حتة تأثير المسؤول النجم لما يتحل بالقدر المطلوب من المسؤولية والقدوة إنك أنت تترفع عن كل الصغار والصغار إن أنت تسمو بسلوك رياضي إن أنت تحافظ على طبيعة العلاقة بين الناديين إن أنت تقدر دور تأثيرك في المجتمع إن أنت تبص باهتمام إلى العلاقة بين الأهل والزمالك فيسمو على كل الصغار والصغار يكون مردود هذا النموذج القدوة إيه هذا التأثير المباشر في نفوس المنافس وتاخد حقك فأنت تاخد حقك تالت ومتالت زي ما بيقوله بس يجيلك التأثير بالتقدير ده إن المنافس وولاده ولعبته والناشئيه وشبابه وأعضاءه وسيداته ورجاله هم اللي بيهتفوا هم اللي عايزين تصوروا صورة إذكرية للحظة مهمة جدا هم اللي يقدروا بكل التقدير هذه المبادرة أو هذه الزيارة فيعلق عليها الأستاذ محمود معروف وهو من غلات الزمالكوية واحد من كبار الأقلام الزمالكوية بكل هذا التقدير وهذا الاحترام لا هنا لازم نقف عند أهمية المسؤول القدوة والمسؤول المسؤول لأنه تأثيره هيكون أفضل وأسرع وأقدر على توصيل الرسالة للمجتمع أعتقد سنايا اليوم الحلو ده ما كانتش غايبة حتى على مقدم البرامج التكشور ما تؤمن وأنت مسؤول أن مسؤوليك تغطدي عليك التماسك إزاء الأزمات وعدم الاستسلام للغضب الشخصي وعدم شخصانة الأمور وأن ثقافة المكان اللي أنت تربط فيه وده لما الناس بتزعم مني بقولك الإنسان ابن ثقافة مكانه ثقافة مكانك عماقة الموضوع ده جواك ما تردش ما تكتسبش حاجات أنت بتلوم يعني لما لما وعد الشمك وأنت تشمه وإيه زيه لكن لما تترافع تاخد حقك بطرق تانية حتصبر قليلا مهما كان اللي حوليك بقولك فيه إيه بقى تموك تلقى أولادك في يوم القيم يعملوا معك كده أنت إزاي يكلمك بالطريقة دي وأنت ساكت له وليه ويقعود يتهمس عاوليه لما لوك انت بقى بتنتصر وبتكسب هيعرفوا أن ده ثقافة تتنقلهم هم هي دي الحياة مش أن كل واحد بدراعه وأنه يتقاول على الآخر وهو الأقوى أبدا الحصاد بتاع اللقطة دي زرع قديم إيه استفاد منه كابت الخطيب وتمسك به وصبر وتحمل وتمسك بهذا المفهوم الأخلاقي خد حقه امتلت امتلت فلما راح يعمل مبادرات إنها ثمنت وصدقته لأنه عرفت إن الراجل ده مش جاي يقول لهم كلام هو لم يلتزم بي أو مش جاي وجه رسالة مش هو مش ملتزم بيها هو جاي مصدقين إنه جاي بنواية طيبة لأنه لم يرد الإساءة بنفسه في أي لحظة التوقف بالمعنى ده مهم جدا أستاذ إبراهيم وعلينا جميعا أن نتمسك به وتاني وتالت وعاشر حبوا الأهل كما واجتموه وهو الرسول للأجيال كده عشان يطلع عندكم قيادات من نوع كابتن محمود الخطيم وكابتن حسر وكابتن صالح وكل ما نتمسك وقابليمو التيتش وكل ما نتمسك بهذه القيم الناس دي نتاج نتاج مراس قديم جدا من ثقافة متأصلة في إدارة مش بتميز هي مؤمنة بهذه الثقافة طيب دور المسؤول المسؤول لما يكون عنده هذا القدر من الإدراك والمسؤولية شوفنا تأثيره في المكتبع بيبقى عامل إزاي ودي ميزة لو تعلمونا عظيمة نشوف واحد من اللي عبروا عن رأيهم في هذه الزيارة وعن اليوم الحلو ده كان الأستاذ عمر أديب أعتقد رأيه مهم في زيارة تاريخية وليست مبالغة من مجلس إدارة النادي الآلي وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب للقلعة البيضاء لكابتن حسين لبيب هذه زيارة لأول مرة من خمستاشر سنع العلاقات كانت في أسوأ حالتها وكانت من أسوأ ما يمكن وتأتي هذه المبادرة الحمراء لكي تزيل كل المشاكل والمصائب التي كانت معلقة بين القلعتين طيب يعني المفروض بقى مجلس دارة نادي الزمالك حيرد هذه الزيارة قريبا إحنا هنكون في انتظار بقى إن شاء الله يعني رد الزمالك لهذه الزيارة التاريخية مشاعر جميلة وشيء عظيم طيب خد مني الدعامة دي يا حبيب عمر يا رب أن تكون هذه الزيارة قد أزالت بعض الرواسب عندك انت شخصية طيب ده رأي عمر أديب رأي كابتن أحمد شبير أعتقد كمان مهم تحس أنه مفيش غربة تحس أنه واحد داخل على أصحابه وعلى إخواته هذا ما حدث اليوم داخل نادي أزد مالك في الزيارة استغرقت حوالي ساعة وربع تقريبا لكن أثرها تظل يعني مثلا مليون ساعة البطولات بتروح وتيجي محدش هيخذ البطولة لوحده أبدا لكن البطولة هي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا والبطولة أنه في داخل نادي الزمالك يتم الوقوف دقيقة لقراءة الفتحة والحداد على الراحل الكبير السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي البطولة أنه نبني على الحاجة الجميلة هذه الورد اللي على المقعد الخاص بالسيد العمري فاروق بصراحة يا جماعة صورة افتقدناها حوالي 15 سنة مش هنتكلم على الأسباب اللي راح راح خلاص انتهى المهم أن أنت بدأت تبني بدأت تحط أساس جيد أوعى تجري وراء الصغار وعى تجري وراء الأشرار لكن الكبار والمحترمين بتبقى سياستهم البناء سياسة بناء قائمة على الاحترام صورة كنا نتمناها وكنا ننتظرها بصراحة المنظر ده يا جماعة منظر ما فيش أجمل من كده فيش أحلى من كده ترطايا عليها الأهلي وعليها الزمالك ابتسامات دائمة الخطيب بتهتفله داخل نادي الزمالك بيبو بيبو أعتقد يعني صورة كنت فين غيبة عنا فين كنت غيبة عنا فين عنا فين يعني كانت وحشانة من سنين بصراحة يعني صراحة تقطيع الطرطة دي صورة انتظرناها كثيرا بس يبعثونا حتى بقى لا كابتل شبير طبعا ما هو خلي الكلام اللي قاله كابتل شبير انت حاسس بيه وانا حاسس بيه والشارع حاسس بيه وأصبحت زيارة بالترجم كل المعاني دي يعني حاجة الحقيقة هي لحظة مش بس عشان هي زيارة حدست قبل كده لكن سياق الزيارة وطريقة الاستقبال خلفياتها لا طريقة الاستقبال ده بصراحة شابو اللي فكر فيه مشكور نادي زمالك مشكور طيب أيضا زميل إبراهيم فاي في تعليقه على اليوم الحلو ده كلمة الكابتن الكبير الخلوق كابتن محمود الخطيب من داخل نادي الزمالك اللي فيها من الروح الحلوة وفيها كمان من المناشدات والهدوء اللي المفروض يتنقل تعالوا نتنقل لهذه اللحظة التاريخية اللي عشناها النهاردة وأنا ببوس إيدي وش وظهر إن أنا عشت لحظة سمعت عنها زمان قالوا الأهلي كان بيقالوا يروح للزمالك والزمالك كان بيروح للأهلي قالوا ونجيب شهود عيان ولكن زمان حصل فنقول للناس طب يا رب زمان يرجع تاني فالواحد سعيد ومبسوط لهذا التحول الصحي والطبيعي على ما كانت تعاليه صفة العلاقة بين الأهلي والزمالك احنا رجعنا لللي فات لفكرة كل ما في الموضوع أنا حصلت هزة ثم رجعنا لللي فات كابتب محمود الخطيم رئيس النادي الأهلي وبصحباته مجلس الإدارة بالكامل واستقبال ما فيش أحلى من كده ولا أفضل من كده مجلس إدارة نادي الزمالك شوف أنا اللقطة دي بالنسبة الكبيرة أو يا جماعة معرفش أنتوا شايفينها زي ما أنا ما شايفها ولا لأ أنا بشوفها هي دي العلاقة اللي تليق بالكبار بالأهلي والزمالك واللي تليق بمصر على فكرة يعني هي دي هي دي إن أنا إن أنا يبقى عندي اللي أتنين الأكابر اللي أتنين الأكابر بتعكورها في مصر الأكابر آه اللي أتنين الأكابر بتعكورها في مصر قاعدين مع بعض لقطة العودة إلى أصل التاريخ في العلاقة صبرت ونولت يا أبراهيم وعشت وشوفت حكينا لك اللي شفناه وديك عشت اللي اللي إحنا شفناه وشوفت اللي إنت عشناه إنقله بقى ونبني كلنا على هذه اللحظة الجميلة والتحية من القلب من الأستاذ أحمد موسى حييكم من قلبه والله العظيم وفي منتهى السعادة هو ده برافو عليكم الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهل وأتمنى أن تكون الزيارة قريبة قبل رمضان ليه بقول كده خلاص روحنا هنا وروحنا هنا هي دي العلاقة يلا والجمهير خلاص روح النهاردة الرياضية شجع في إطار منافسة زمالك بيلعب شجعه أهل بيلعب شجعه زمالك يشاء كله له حق النهاء الكاس هنلعبه في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس فعايزين الزيارة دي قبل 8 مارس تاني بقول قبل 8 مارس أنا اللي بطلب على هواه اشتغلوا ما هو ده المهم تشتغل مش راغي وهنا اهو عملوا واشتغلوا ما شاء الله عليهم بنحييهم يا السلام ايه الاخلاق والروح الرياضية الجامدة دي ايهو يا جماعة كده هي دي بحلم كله يشوف الاهل والزمالك النهاردة حاجة تانية بجد حاجة تليق بمصر ايه تاني يليق بمصر ما هو من تكرار الأمر بقى ان احنا نعلق اه على يعني سعادة الجميع اخواننا باللقطة دي الجميع سعيد نبني عليه ايه نبني عليه هو ده المهم جدا واعتقد قلنا لكم ما في ثنايا هذه الزيارة واليوم الحلو ده لكن اعتقد مع دوشة الدوري بقى الكلام في المؤجلات الارقام تكشف الشائعات قال لي بالسبب ظرف ازاي اللي انتو شايفينه ايه الحق ده الاهل بتأجله ويكثر الكلام وتتوه الحقيقة الكابتن عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمسؤول عن ادارة المسابقات في الربطة طلع النهاردة احصائية من خلال ادارة الاعلام في الاتحاد عن عدد المؤجلات اللي حصلت السنة دي وظروفها لان الناس لما بتتكلم هو ينفع الاهلي يبقى لعب ست ماتشات بس وبقية الاندية لعبة اتناشر وثلاتاشر يا دي ميزة طب هو ينفع المؤجلات على طول طب ايه سبب التأجيل طب الاهلي مدلل والكلام اللي انتو بتسمعوه كتير الحقيقة البيان بتاع ربطة الاندية قالك ان عامر حسين كشف عن الاسباب اللي قدت الى التوقفات بسبب الارتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب والفرق لكن الناس بتنسى قال عامر حسين ان كل من ينتقد الدورة او اتحاد الكرة او ربطة بدون معلومة تعال نقول بالارقام ايه اللي حصل في خمسة وتسعين يوم من بداية الموسم توقف الدوري فيها بسبب المنتخب خمسة وتسعين يوم والراجل هفنطها هفنطها لكوا بعد كده اتعلق خمسة وتسعين يوم توقفات للمنتخب بسبب كاس الأمم الافريقية والتوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كاس العالم وتصفيات أمم افريقيا في خمستاشر يوم توقف للآلة بسبب المشاركة في كاس العالم ليل ان دي مش هينسيح في الدور الأفريقي وقرار الكاف بأنه ما يلعبش مطشات محلية خلالها في إقاف سبعين يوم لمشاركة الفرق الأربعة الأهل والزمالك أو الأهل وبرامنز في الأبطال والزمالك وفيوتشار في الكون فدرالية إقاف الدوري للصبر الرباعي الأندية الأربعة سفرت لأبو ظبي فيه دايما تأجيلات أو توزيعات للمباريات بتبقى الأسباب تقنية ما حدش بياخد بالهم هنا إحنا ما عندناش إلا أربع عربيات للفار لتقنية حكم الفيديو المساعد في أربع عربيات بس فأنت مش هتقدر تلعب في اليوم أكتر من أربع مطشات والعربية يكون الفاصل الزمني بين كل مباراة ومباراة تسمح إن العربية تنتقل من القاهرة لإسكندرية أو من المحلة اللي مش عارف إسكندرية فتقدر توفق الجدول بناء على الأربع عربيات للفيديو لأنك مش هتقدر تلعب مطشات بفيديو ومطشات بدون فيديو تروح إسكندرية ما فيش حاجة بتطلع من إسكندرية ما أنا أقول لك يا تروح إسكندرية يا تروح المحلة يعني الإستادات اللي بتصطديف باعتبار الإسكندرية بتصطديف أكبر عدد اللي عدوا ده مش ستة وشر جيه سبع شهور يعني إتب تلعب في خمس شهور المفروض منهم شهر ونص توقف يبقى عندك ثلاثة شهور ونص بتلعب كل الالتزامات اللي عليك فيه أي هل هذا معقول لا طبعا نرجع تاني نقول يا أخوانا لا رجعوا تكلموا في عدد الأندية طبعا طيب الآلي ليه لعب ست مطشات هو كده مدلل ولا مجامل الآلي ملعبش ست مطشات إذا كان أكبر فريق في الدوري لعب لغاية دلوقتي 12 أو 13 مباراوها والسيراميكا 16 مباراة 18 مباراة في يوتش لا لا أنا بتكلم الدوري فقط أصلا في يوتشار دي مطشات أفريقية لكن معلشي معلشي أعلى حد لعب دوري سيراميكا 13 مباراة الآلي لعب 23 مباراة بصوا الجدول ده يا جماعة المطشات الرسمية اللي لعبها كل فريق في مصر من أول ما بدأ الموسم ده شاملة بالنسبة للآله كل المشاركات الخارجية اللي شارك فيها من كاس العالم للسوبر الأفريقي للسوبر المصري لدور الأبطال للست مطشات في الدوري فتلاقي الآله لعب 23 مباراة الزمالك مطشات الدوري بالإضافة إلى مطشات الكمفدرالية 16 مباراة بيرمز 19 مباراة في دور الأبطال والدوري والسوبر المحلي في يوتشر 18 مباراة بما فيها الكمفدرالية سيراميكا 13 مباراة محلي محلي وسوبر أمبي الدوري 14 مباراة 13 ولعب مطش في الكاس مع الأهلي القديم المصري لعب 11 مباراة خالصة في الدوري والاتحاد 11 مباراة خالصة في الدوري إذن تخلص من ده إيه؟ إنكم ونتم بتتكلموا على أن الأهلي مستفيد الأهلي أكتر حد بيلعب كرة في نفس المدة الزمنية اللي أنديت الدوري أول مضغوط لعبة 11 مباراة أو 12 مباراة الأهلي لعب لوحده 23 مباراة أول مضغوط الأصعب ما فيها إنك إنت مباراة تتخلالها سفريات مش هقول لكم بس تحديات أصعب إذا أنت بتلعب كاس العالم للأندية لكن إنت تيجي من الجزائر تريح 48 ساعة تطلع على غانا فيها كل المشاكل اللي أنتم تابعينها شوف كاس العالم للأندية شوف الدور الأبطال شوف السوبر الأفريقي في 15 يوم يلعب بطولة كاملة تضغط بهذا الشكل والسوبر المصري حتى في أبوظاب تلعب مطشين في أسبوع واحد كلها حاجات بقول لكم فيها ضغوطات وسفريات ومهام ومستوى تنافسي أعلى فاللي بيتكلم على أن الآله بيتأجله لا الآله أكتر الفرق مضغوطة لأنه زد على ذلك كله أنه حتى في السبعين يوم ولا التسعين يوم بتاعت المنتخب سبعة أو عشر لعبة من النادي الآله مش مريحين بيلعبوا السبعة اللي مع المنتخب الأول التلات أربعة المحترفين الأجانب اللي بيسافروا منتخباتهم لعبة المنتخب الليلومبي لعبة منتخب الشباب كل أبناء النادي الآله حتى في فترة أما أنا قلتها حتى في فترة التوقف الدولي اللي هو عام الحسين رصدهم بخمسة وتسعين يوم للمنتخب ده توقف لفرق ما عندهاش لعبة دوليين الآله لعبته مستمرة بدون راحة عشان كده أرجع أسألك وماذا بعد يعني إحنا كانوا الكلام على أن الدوري يخلص تلاتين سبعة بهذا الشكل قالك ممكن مصد أغسطس كلمة إنصاف لراجل ماشي على الحبل عام الحسين ده الناس التي تلقي بكل سخطها عليه عامل معجزة وهو لو لا الخبرات اللي عنده محدش يعرف يمشيها كده يمشي أتحدى أتحدى وإلا كانوا جابه من زمان حد بديل لي وأنا عرف الحاجة عامل حسين ما هوش يعني ده راجل عنده شغله الخاص وراجل أعمال كبير ميسور يعني راجل كبير وخد من الشهرة خلاص هو دلوقتي وجوده بيعرضه إن هو الناس يهجمه أي المطلوب بقى يفض الاشتباكات دي ومحدش حتى بتنظيم المسابقات بيساعده هو أي دي على جمع أكتر حد مظلوم طبعا الأهلي ولعبته لأنه مش بس إنه هو عنده مؤجلات كتير أي ده هو أكتر نادي لعب أي وزي ما أنت بتقول ولعبته الدوليين في فطرة الناس كلها اللي بتاخد راحات هم قوام الفريق قومي أنت كان لك 8 لعيبة محليين و 3 لعيبة 11 لعب أي قدت إلى إيه إصابات وأنك بتفقد 3-4 لعيبة أي مش بس بالإرهاق أنت مش بس مرهقية أي بيتعرضوا لإصابات طويلة بيركنوا فكلام اللي عايزي تكلم وإيه وإيه والحقائق إحنا حنظل نصوب ونذكر الحقائق صحيح ده كلام مهم جدا طيب الدوري بقى الجمعة بكرة في إيه الأسبوع الأربعتاشر في الدوري بلدية المحلة مع سيراميكا كيلوباترا الساعة سبعة في استاد غزل المحلة يعني بكرة يعني بكرة إن شاء الله بعد ساعة سبعة المباراة يعني هتتخلى المباراة الأهلي الاتحاد اليوم الحد 25 فبراير فارقوا طلاعي الجيش في استاد حرس الحدود الساعة 4 لعصر والاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي في استاد الإسكندرية سبعة مساء أدي فيه مطشين في الإسكندرية مع بعض يوم الاتنين 26 فبراير الجونة مع الإسماعيلي في استاد الجونة الساعة 4 وده نفس التوقيت اللاهبة زد بيلعب فيه مع إنبي في استاد القاهرة المقولين مع المصري في استاد الجيش في بورج العرب يوم الاتنين سبعة مساء يوم الخميس الزمالك ضد الداخلية في استاد القاهرة سبعة مساء هيكون الزمالك لعب مع أبو سليم الليبي في الجزائر يوم الحد ويرجع الاتنين يلعب الخميس يعني هيريح 3 و 4 ويلعب الخميس سموحة ضد فيوتشار في استاد الإسكندرية يوم الخميس سبعة مساء طبعا الترتيب بتاع الأندية ترتيب ما هوش أنا بس عايز نهائي لسبب المواجلات أه تتصلها بالموضوع اللي بنتكلم فيه إن التزابذب الدوري والرحات الكتير أدى إلى سلبية في النتائج أي ثمن مطشاط تتلعبوا في الجولة التلتاشر ستة عدو وثنين فوز لثنين فوز واحد صفر يعني اتنين فوز واحد فوز اتنين فوز بيراميد على التحدي السكدري واحد صفر المصر على بلدية المحلة واحد صفر كم جون بقى في طمر مطشات دول أقل أسبوع فيه غزارة أهدفية أداءا منفردا متميزا ويكسب كل المطشات بتاعته صعبة فالأهلي في ظل الظروف دي بيعمل أداء في قدر الطاقة كويس لكن مش ده الأهلي لأن الأهلي لم يعبر عن نفسه حتى الآن بشكل طيب ننتظر الظروف ترجع تستمر شوية عشان نشوف الأهلي اللي بنحبه الأهلي اللي بنحبه اللي سايب أثر عالمي كبير الأهلي بقيمته وبشعبيته وبسمعته الخارجية الزميل كريم رمزي كان معاه على الهاتف في مدخلة أرماندو تكسيرا لعب بن فيكة البرتغالي السابق وطبعا لما بقول بن فيكة لازم للناس تتذكر أنه سبب تسمية الأهلي بالشياطين الحمر كان بن فيكة البرتغالي جاي يلعب ضد الأهلي وهو جاي بطل أوروبا وجاي هو الشياطين الحمر بتوع أوروبا فالنادي الأهلي يكسبه فيكتب المستكاوة والله رحمه لا ده دول هم الشياطين الحمر ومن ساعتها كان لقب الشياطين الحمر للأهلي من تحت رأس بن فيكة أرماندو تكسيرا مع كريم رمزي نشوفه شايف الأهلي إزاي 16 سنة بالزبط شاركت مع بن فيكة قدام النادي لها لتتذكر أي عن هذه المباراة اللي أقيمت في مصر للأسف هو بالنسبة لي هيبقى ذكريات مؤلمة كريم لأن طبعا إحنا خسرنا اثنين واحد ولكن طبعا أنا فاكر كويس جدا لما يبقى لعيب كورة جاي من أوروبا أو جاي من فريق يعني أوروبي ويجي يلاعب فرق أفريقية الموضوع بيبقى بالنسبة لنا مش سهل زي ما أي حد ممكن نتخيله يعني المصر بالذات كمان مش أفريقيا بس مصر بالذات فيها لعيبة كويسة جدا لعيبة قوية وفي أندية محترمة زي الأهلي الأهلي من زمان معروف أوروبيا معروف عالميا وفي الآخر إحنا خسرنا اثنين واحد وطبعا عملنا اللي علينا وفي الآخر طبعا أعلمونا أن احنا نحترمهم أكتر وأكتر وهنفضل نحترم كل الأندية المصرية أسواء إحنا كنا في الملعب بنلعب أو سواء إحنا بنضرب أي فريق أوروبي لازم يبقى فيه احترام كبير جدا للفرق المصرية بالذات حد زي الأهلي وأي أندية مصرية بتبقى قوية لما لعبت ودم النادي الأهلي شفت النادي الأهلي وقتها شبه مين من الفرق اللي موجودة في أوروبا الأهلي مش محتاج أن أنا أشبهها بفرق أوروبية الأهلي أوروبي لوحده الأهلي الأهلي كفاية جمهوره يعني أنت مجرد ما تخش الملعب وجمهور يهز الملعب أنت بتحس أن أنت نسيت الدنيا كلها وما فيها بتحس أن أنت مش موجود في مصر وطبعا هو يعني لما جاء هشبهه هشبهه بالفرق اللي أنا كنت بالعب فيه بين فيكا ولكن طبعا هو أدى مطش وقدر أنه يتفوق على بين فيكا وقدر أنه يوري العالم كله أنه يقدر يغلب وبرضو يعني مش هنسى مش هنسى هزة الجمهور مش هنسى حب الناس للأهلي مش هنسى حتى أنا فاكر أن حدي كان بيصور من المصورين نفسه لما كان المطش بيقف أو حاجة كنت بشوفهم حتى هم متحمسين أو للفرقة فواضح جدا أن فريق زي الأهلي ليه شعبية عالمية شعبية مصرية بالمناسبة تكسيرة يتذكر مطش الخسروا اثنين واحد لأنه لعبوا وده المطش في الوقت الجديد ويتذكر كابتن وقل جمعة جاب جون وشوز اعتقد في المطش ده وقل رياض لكن هو نسي أن الأهلي كسب بنفيكا 3 2 في الستينات في الستينات وهو راجع كسبان بطولة أوروبا على سابريا المدريد خمسة 2 وكان مدعوما بالكابتن بدع وفتحه محمد بدع وفتاكة فتاكة ده لعيب ما حصل شي فتاكة أنا كنت أشوفه أحسن لعيب في جيله كان اللعيب كان بيلعب في المصري يستطيع فعلا نشيل فرق الوحد وعمل كتير يعني فأنت كان عندك عناصر وعندك نجوم ولو كان الدنيا شامت الاحتراف مع الناس دي كلها كنا شفنا لعيبة يهزوا العالم والله طيب قيمة الأهل يا جماعة مش بس في التفوق والمكانة والبطولة والانتشار والشعبية اللي تكسيرها نجم اللي فربول يتكلم عنها وقول لك أنا مش هشبه الأهل بنادي أوروبي لأنه وقوقي أوروبي في سيستيمه ونظامه واداءه هو نادي أوروبي لا قيمة الأهل كمان في الأثر اللي بيسيبه عند كل المنتسبين به المرتبطين به بيخرجوا من الأهل لو هم فعلا الناس سويا بأثر عامل إزاي واحد من دول كان صالح جمعة اللي ارتبط مع الأهل بإعلاقة احترافية امتدت وما كانش عنده حظ إنه هو يستفيد من العلاقة دي بالشكل الكافي لكن فضل بصمة الأهل مؤسرة فيه نسمعه أجاوبني بصراحة أنت موهبة كبيرة ما فيش تنين حيختلفوا عليه هل لما بتقعد مع نفسك بتقول أنا أنا كنت في نعمة كبيرة أنا كنت في نادي الأهلي كان لازم أدوس على دفسي أكتر لأنه أنت في الأهلي فأكيد ما كانك يبقى في المنتخب منحس المستويات العالية منحس الإمكانيات بتاعت اللعيبة اللي حواليك قل لي اللي في دماغك إيه لما بتقعد صالح بقعد مع نفسه بصا كنت أنا أقول لحضرك أنا لابت في نادي الأهلي والعابة في سراميكا والعابة في الإسماعيل يمكن تلك كان دي أكبر جدا وما حدش يقدر ينكر النادي الأهلي نادي كبير جدا وخروج أي لعيب من النادي الأهلي بالعكس اللعيبة هو اللي دايما بيبقى خسرهم لشال نادي فما حدش يقدر ينكر خير النادي الأهلي على صالح جمعة وجمهور وفضل التواجد هناك استفدت بشكل كبير جدا ممكن هو اللي يود صالح جمعة المنتخب وهو اللي خل صالح جمعة لعب في منتخب واثنين وثلاثة في العمار السنية فما حدش يقدر ينكر خير النادي الأهلي ده كلام مهم لصالح جمعة لأنه كمان له لما كمل قالك الأهلي يخليك يعني بعد كل صلاة تحمد ربنا لا فيها مشكلة في فيديو في حتة فنية بس مش الفيديو مش سليم فأنت بقيت الفيديو ده إنك أنت الأهلي يخليك في كل وقت صلاة تدعيله إنه ربنا يوفقه دايما لأنك فعلا حد بيضيف لك كتير في مسارك ده كمان رأي صالح جمعة كابتن محمد شاوي محمد شاوي كان اشتغل مع كارلوس كيروش في الجهاز المعاون معاه فكان حد اتهمه هو أيمن عب عزيز قال له طب وانت جالك عروض فين انت دلوقتي شغال مساعد في النادي الأهلي فسمع أيمن عب عزيز اللي ما يسروش من محمد شاوي عن قيمة الأهلي وأبناء النادي الأهلي مستعدين يشتغلوا إيه في الأهلي عشان الأهلي نشوف تعالا نروح بقى لكابتن اللي قصة إيه إن هو قال كلمتين دول أنا مبسوط جدا منه وبشكره إن هو قال كلمتين دول لأن أنا فعلا مأثر في حق نفسي وكابتن شاوي وإيه شاوي على كده عشان الحمد لله أنا كابتن شاوي موجود النهارده يشهد النانا همشي لك الأمور وأقول لك جالي إيه بقى عشان الناس تعرف هكابتن شاوي عشان الناس تعرف خلصت منتخب مصر في الصيف عرض من أحد الأندية في الدول الممتاز نادي كبير الكارتل محمد فاضل الشهاد على كده واخد رأيه محمد فاضل أدي واحد منه اللي هو عايز يروح يسأله أدي واحد قلت أنا كان نقص لي رخصة إيه هسافر أخذ رخصة إيه سافرت قعدت في قطر فترة محترم مكافيش هو حتى بنسألني لما كنته في مرة قال لي أنت فين يا بني وطول كابتن لأ أنا بقى لست شهور في قطر طيب رجعت مصر باتفاء باتفاء اتفاء مش وعد عشان الناس تفهم الكلام زي الفريق الأول كان اتفاء مش وعد فريق الأول منتخب الأول كان اتفاء إننا هبقى موجود مش وعد إن انت تبقى موجود أستاذ جمال علام وأنا هقول معلش أنا آسف يعني مرة منهم باتفاء إننا هكون لي دور في المنتخب من المنتخبات الجيد ومرة منهم وإحنا وقفين مع السيد وزير الشهور أوك عشان بس إيه أستحقه والله كابتن شاوي حضرتك شاهد على الكلام ده أه شاه طيب نادي تاني نفس النادي اللي جال في الصيف كلمني تاني اللي هو النادي الكبير أه ورفضت عشان بس إيه الأربع خمس ستة عندهم الدور المحترفين وكابتن شاوي عارف وإنت بتعتذر عن كل ده روحت النادي الأهلي ممكن تكون كم من تحاطي وشرف وشرف ثانية واحدة وبيتك شرف لي إن أنا أشتغل في النادي الأهلي أكيد وشرف لأي حد بس أنا بقى خليني التكلم في نفسي ولأ أنا عايزة أقول لأيمن حاجة تمان أنا مساعد لكابتن بلد الرجل ومساعد لكل مدربين الكطاع البراعم وإنشئين في النادي الأهلي ومساعد لكل اللعيب اللي موجودين في النادي الأهلي وليه الشرف إن أنا أكون كده وكان ممكن تكون من أساسا من طموحاتي أو خطتي في حياتي إنني اشتغل في النادي الأهلي ولما يقول لي تعالى كده هاجي كده لأن النادي الأهلي وكابتن شاوي يعرف حاجات كتير فينا داي لو أنت فين ورحت فين واتدرجت فين مهنيا وقال لك تعالى هتروح عشان لو أنت عايز وإنت بتحب النادي الأهلي الموضوع كده بالنسبة لي خلاص مضحة أسهل من السهولة أول حقيقة الكابتن شاوي ما كانش محتاج قوي يدافع عن نفسه لأن الكابتن شاوي موقع مساعد كيروش كيروش عايزه عايزه روح فين يعني قابليه وبيقوله بعدها ما جاتلكش حاجة لا جاله جاله منتخبات ناشئين وجاله بعد كده أنه منتخبات هو ربما يكون كان منتظر حاجة زي ما قال لكن لما يقوله النادي الأهلي تعالى لي يروح النادي الأهلي في أي موقع يبقى سعيد خاصة أنه يعني عايز يعيره تروح المساعد لكابتن بدر قال له بدر ده أستاذنا أستاذنا كلنا وشرفني هو وغيره 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 ده النادي الأهلي إنما المد لشان يتظر هذا الكلام من الكابتن أيمن وهو الكابتن أيمن كل تجاربته كانت مع مين كانت فين يعني الزمالك وال الزمالك ثم النقلة الأخرانية دي متعة المنتخب يعني إيه يعني أنت بتجبي عليه بإيه يعني ما ندقش إيه السفيه بقى اللي إيه تقوله ما تتكلم عليها إزاي أنت كذا وأنا كذا هو سابقك وهو جي خدم بلده وخد معاها بطولات ولما بيذكر أحسن لعيم خطه بوصف مصر على الأقل لازم إيش مهي يجي في وسطهه ده كان كلام محمد شاوي الأصيل اللي بكل كفاءته وعلى فكرة تكره أن محمد شاوي اسم كبير في عالم التدريب في الكرة المصرية في السنوات الأوليلة اللي جاية لأنه الكل بيجمع على أنه عنده سمات شخصية وكفاءة وقدرة إدارية وقيادية أهله أنه إن شاء الله مدرب كبير في الفترات الجاية لكنه انتماؤه للأهل وإخلاصه للأهل قال لك أشتغل مساعد لأي مدرب في النادي الآلي وده شرف لك وياريت المدربين دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التسعة مسائل اثنين القادم إن شاء الله أصبع الله خيال